طبعاً أفضل شيء أشوفه هذا أكاونتك أفضل شيء أشوفه شوف الشيء أنت بتلعب لأنه لما بتلعب لما أشوف من كاميراتك أنت بتلعب هناك حاجات كثيرة أقدر أشوفها ما أقدر أشوفها من ريبلاي في كل الحالات أي تبغاني أشوفه طيب طبعاً واحدة من الحاجات اللي نازم نعرفها يشرب لما بنتعامل مع فرونز سيلفر جولد بلات غير لما نتعامل مع واحد دايمند ماستر جراند ماستر وانت طال دايمن الفوكس للأسف على اللور إيلو تشارتز يكون على مشاكل في الفنديمينتلز أو مشاكل في الأساسيات مقارنة بالحاجات اللي تشوفها في الهاير إيلوز هي تكون مشاكل مايكرو مانجمينت ولا مايكرو مانجمينت ولا مين مانجمينت بذات بداية الدايمند حنلاقي شي طبيعي طبعاً أنا بقولها مقدماً عشان الحاجات اللي بنركز عليها ونطالع فيها هنلاقي في مشكلة في حنلاقي في مشكلة في عدد المينيونز حنلاقي في مشكلة في حنلاقي في مشكلة في حكة حكة ديانة نفسها في الدخل أو في الخارجة انا ماني ماني ما عالف الماكرو ميكانيس حقت مية مية ديانا مرة كويس بس انا امشور هنلاقي حاجات بسيطة ممكن نساعده فيها او او في احد مين ديانا ممكن نساعدنا ويرينا حاجات تات حلبس او هذا الشي الشي التاني اه طبعا الروم الماكرو الشغلات الاساسية كلها هتكون ضائعة فالفوكس عندنا هتكون هنبدأ من بداية اللينك فيز اوكي احنا اخذها حبة حبة بغض النظر عن التيم ايش سوى عن احنا ايش سوينا باداءنا واحدة من الاشيات اللي دائما اقولها هنا لما نبدأ كوتشنج سشن اول شي ايش الماتشب ومين اللي يفوز في الماتشب هذا ولي ماذا ديانا انتو فيقر يا ايان هو ها مين عندو لين ومين اللي يفوز خلينا نقفل عشان لا نقول والله شايف نبقى نلعب كنن نلعب من جهته اوكي نهو المني ماب ما احنا ما احنا شايفين الجنق الحقهم فين اوكي ونبقى نعرف ليش ديانا ايزي وين اير لي ليش لا انا بسأل الرجال الطيب اللطيف انه هو اللي بيتكلم هيا نسأله اول ونشوفه ردة فعله بعدين نتجاوب مع بعض لتبقى تيجاين دي في الدسكورد هنا تعال احسن يا تيكتو عشان حتى تتكلم معي بسرعة من حتى لما ناخذ وعطي معك انت تشوفها معي من هنا المشكلة الوحيدة لما نتكلم في الدسكورد ممكن تسمع قبل ما تشوفها في الستيقى ماشي بل نتكلم على الماتشب هذا هو وينز مين اللي يفوز لبل 1 مين اللي يفوز لبل 2 ومين اللي يفوز لبل 3 ومين اللي يفوز بعد لبل 6 مزبوط لا تنسى احنا وليش تماما احنا و سهلا بما اني مش مين مد يعني انا انا اول شير ماي نوليج ان ترمز اكتر من انه ماي نوليج على المايكرو ميكانيكس حق الاثنين الشامبيونز هذوله نورمالي لما يكون عندك واحد ميلي واحد رينجد اليرلي جيم دايمن دايمن يعني اتليست موليرلي جيم يعني اتليست لبل 1 بزات لما مايكون عندك عبليتي رينجد يكون للرينجد مزبوط بس بما انه انت بتلعب ديانة بتلعبها تاخد كيو اول ايضا بتاخد كيو في البداية صح؟ مزبوط هذا معناها عندك the same kind of trading power مع فيجر فاول ما تبدأ الجيم انت تبقى تسرود على المينيونز وتبقى يعني تبقى تضربوا والتضربوا المينيونز بالكيو في نفس الوقت عشان مزبوط انا قاعد ابوقوا بالكيو دايمن نشوف انت الجيم نشوفه بس احنا قبل ما نتكلم دائما قبل ما نبدأ الجيم نبدأ نقول ايش الماتشب ومين اللي يفوز الماتشب ومتا الpower spikes حقتك اللي تخليك تفوز الماتشب هذا level 1 ممكن انت ويا تلعب يعني شو اسمه طبعا انت لازم تسوي space ما يديك auto attacks ببلاش انت تجي تسوي له trait اوك لما يكون عندك كيو ما عندك كيو تبعد عنه مزبوط متفقين level 2 تاخد الاي ولا تاخد ال W ال E تاخد ال E يعني you have an all in advantage لو عندك بالذات the fact that انت عندك والله في ignite معناها انت لو تجيب level 2 قبل وممكن تدخل عليه or in وتاخد level 2 advantage يعني يمكن كلهم روما تزير هو عنده flash حتخليه سدك flash وهيرجع BTP من level 2 انت يستارت getting a bit of advantage طبعا لو انت مسوي شاف احنا ايش نبو نشوف نبو نركز على الحاجات هذه طبعا in my opinion ديانا wins all the way يعني المفروض فيقر ما يوصل ال late game اصلا يا عيال بما ان ديانا موجودة قدامه في اللين وهذا النظر عن مين يفوز في الليت عارفين فيقر في النهاية حيسوي واحد كومبو لو وصل دقيقة 40 وحيفوز ما يهمنا المفروض ديانا is not just a skill matchup ديانا wins 90% of the time اذا كان انت بس بتستنى يضيع الكيج حقه مزبوط طيب احنا عارفين انو اللين هذا في مصلحتنا عارفين انو اللين هذا احنا عندنا الشوف advantage في بداية ال game قبل ما نشتري ايتم انا اقدر اسوي push لللين قبل ما يسوي vegar push لللين وانا اقدر اسوي روم تحت وفوق وvegar اصلا نزنة روميك تشامبين وحتى لو سوا روم انا ايكن set up traps فورهم يجي هو يحاول اسوي روم انا اكفش واكتله واطلع منها مزبوط فانا عندي lane priority معناها i have to maintain lane priority انا عندي ال all in advantage مش هال poke advantage حتى poke يعني to a certain extent انا عالعب level 1 مرة كويس بعدين بعدها level 2 level 3 level 5 level 6 ما انا قيصى بارها وما اقفش بارها لا تشاهد تشاهد و特 devenir من الدسكة من الستريم من الستريم هل تلعب على أي أساس؟ هل تحاول تقوم بعمل منيان ويف الأولى على طول أن تدخلها تحت التاور؟ أم أن تنتظر على منيان ويف الأولى؟ ولماذا تدخلها تحت التاور؟ والله عشان الفار ما أجعله يفرم لأن هذا الستائل الحقيقي أنا ممكن غلط، ممكن صحيح في الععدة كده حتى أنا أرغب ديسكي طيب، هو عامة يعتمد على الماتشاب ما عمرك تدخل بوايف واحدة تحت التاور على طول اللي حالها؟ يعني أول شيء، طبعاً أنت ما دخلت الوايف تحت التاور زي الناس الوادم لأنك ادخرت ولأنه ما عندك شب بسرعة يخلي الوايف توصل تحت التاور فهو كده سوي عليك فريز يعني نرجع مرة ثانية لو أنت من الشامبيونز اللي يقدر يشيل طبعاً مرة قليل الشامبيونز اللي يقدر يشيل ويف لفل وان ويوصلها تحت التاور يسوي العشب على طول اللي أنت انتهيت فيه أنه والله اضطريت يعني وقفت الوايف هنا وصار هو مسوي سيمي فريز راح عليه منيان واحد بس سوالك فريز حتى لو الجنجل حقهم ليبل 2 وهذا الجنجل حقهم ما هو ليبل 2 احنا ما احنا عارفين فيه الجنجل بدأ الجنجل بدأ شايفينه أن الريد فوق مورد البوت لسه تأخر ما جاء احتمال كبير الجنجل بدأ بوت مزبوط فاحنا عارفين الجنجل حقهم هنا في البلو سايد تمام؟ أمومو إذا جنجلر إيش طبيعات كيف الجنجل بات حقه؟ أمومو ما يسوي جنجل لفل 2 أمومو يحب يفرم الجنجل كلها ممكن يسوي جنجل لفل 3 ممكن يسوي جنجل لفل 4 لأنه هو مور أو لفل 6 أو لا والله يستنى إليه ما يوصل لفل 6 ياخد فل كلير فل باث كلير وبعدين يرجع ياخد فل باث مرة ثانية عشان نوصل لفل 6 عشان نقدر يسوي بيها جنج مزبوط بس عشان عنده الستن حقته فيوجولي يروحوا فور لفل 3 جنج ولا لفل 4 جنج ولا Wolf' سيطلع فوق على ال confort وسيحاول تسوي شي بيها ولا حيكمل فما نشاء الهم أنه سيجيني وإحتمال كبير عشان ما نشاء الهم أنه سيجيني أنا عارف أنه سيقابلني فوق أنا أريد استعيد أنني أوريد فوق عشان أستعيد أن أوريد فوق عندي 2 options يا على الرويف الثانية ماديش أنا سيكلم مرة كثير وأكتعيد الفيديو هذا بعدين بعد ما أنا أشرحه بعدين أنت كده براحتك وتحاول تاخد الكلمات الى فيها الكلام الذي بقول لك هذا بس عشان كنت بتقول لي انا لعبت اكتر من 700 انت قلت لي جولد وبلعب اكتر من 700-800 جيم وواقف في نفس المكان فابغى ارجع وطع لي في الحاجات اللي هي يعني الحاجات الاساسية اللي ممكن نصليحها لانه انت بتلعب تشامبيون واحد ولا تشامبيونين مرة كثير فالمفروض انه خلاص يعني ما حتكلم عليك في مايكرو ميكانيكس او في مشاكل كيف تتحكم بشخصيتك عامة اوكي اللي صار طبعا لو انا محلك انا بعد ما خلص اي انت انت خدت اللين ادفانتج صح خوفته الكيوح الاولى كانت مرة ممتازة ضربت هو وضرب فيها نص المينيز طبعا ما ضربت المينيز اللي ورا هادئ عليها كلام اوكي طبعا انت لما تبقى تسوي شف بالطريقة هذه انت لازم تضرب كل المينيز بالكيوح حقاتك you didn't ضربت نصهم والنص هنا you didn't take the advantage حق النوت بوش ولا تنسى انه لما تبقى تسوي شف مرة بسرعة ايش لازم تسوي اوكي هو عندك الشف السريع تبقى تشيل المينيز اللي قدام مرة بسرعة وبعدين المينيز اللي ورا عشان المينيز اللي قدام هما اللي تانكي صح المينيز المينيز هما اللي هياخروا للين حقك تبغى تكشعهم باسرع طريقة ممكنة وبعدين اللي ورا ان شاء الله مرة بسرعة فإذا كنت تريد ان تضربت واحد تحت التور عشان تبغى يضيع you should try to take المينيز as fast as possible طبعا تبغى تسوي الكيو والكيو تبغى تسويه على كل المينيز انا ما اقول لك كذا صح كذا بالنسبة لي غلط بس اتليست لو تبغى تسوي شف زي كذا you have to take المينيز مرة بسرعة ولازم تضرب الكيو حقتك على كل المينيز اللي تبغى تسويه انت انت ما تبغى تسوي على المينيين ويب نمبر 1 إلا إذا انت يعني you're maintaining you're not maintaining sorry إلا إذا انت قلت لك عندك ability ولا عندك حاجة تكرتشيل المينيين ويب مرة بسرعة وتوصلها تحت التور العيب انه توصلها تحت التور بسرعة انت تحت تلو xp مجانة وفي نفس الوقت إذا كان champion يقدر يفرم تحت التور زي فيغر بالكيو حقته ممكن ممكن فيغر كانت فار مند التور بالذات ما يسوي الكيو طبعا لما يضرب كيو زي كذا you should be being hit يعني المفروض ما تتطرت ببلاش زي كذا حرام تاخد لك hit وانت ما انت واقف زي الناس المفروض توقف في البوكت اللي فوق ولا البوكت اللي تحت وانت بتفرم الكيو حقته تمشي على قدام صح؟ هو دايما يضرب المينيين صح؟ يضرب آخر آه ليش اجلس جنب المينيين؟ أوكي فهذه بسيطة فهمناها وعارفين لا تنسى انه الجنغل بدأ تحت انت انت ركزت انه الجنغل بدأ تحت او لما انتبهت؟ ركزت لانه في الوارد مزبوط وانت في الgame مزبوط حلو فانت عارف انه الجنغل is both site احنا يش نبغى نسوي؟ نبغى في البداية نجلس في البوكت السايت السايت اللي فوق عشان عارفين انه هذا يعني تقريبا ابعد مكان ممكن يكون الجنغل فيه لو جاء level 2 طبعا ما يجي level 2 احنا متوقعين انه ما يجي level 2 بس واحد حمار برونز ما هو فاهم دخل ما احنا حاسبين حسابه وما يمشي على الميتة زين الناس الوادي مش هايجي يسوي جاك شافك هنا مقدم قال انا بغى سوي قنك خويه وقال له تعال ساعدني جاء ساعده باعتبار انه فيه ناس زي كده احنا نبغى نكون في البوكت اللي فوق وما نبغى نكون في وسط المينيونز هالي دايما نقولها للشامبيونز بذات كل الشامبيونز اللي عندهم بوك زيراث ميد سندرا مو سندرا يمكن اللي عندهم عندهم سكيل شوت تروح على قدام تضرب كده واحد فاروس لما يكون ميد ولا فاروس لما يكون بوت وما نبغى يضرب المينيونز ازيرتو اثنين اكستنت اوكي فهو تيوان تدو مو لازم ان ضربت ضربة هادي ببلاش لانه في النهاية انا ماشي على الجيم بلان حقي لبان الجيم بلان حقك انا حرجع بعد شويه حنعيد الجيم بلان وانا ليس سألتك مين اللي يفوز في الماتشابس وايش الجيم بلان قلتلي انا بس اجس وانا ببوش لانه هادي طريقتي في الحياة انا دايما اسوي ببوش لما انتلعب جن that might be okay بس لما انتلعب ديانة او بتلعب اي ماتشاب تاني بتلعب قدام واحد في بداية الجيم انت يوان تسترايف اموت تبغى تسوي فريز في جهتك عشان انت مليه لما توصل لفل ستة او لفل ثلاثة عشان تقدر تقتله ما نبغى نسوي الكلام هذا بس هذا هنتكلم عنه بعد اوكي اي شي ما فهم توقفني اعيده مرة ثانية وثلاثة وعشرة ما عندك مشكلة الفكرة الاساسية ده حين انت بتسوي بوش لما بتسوي شوف بتضرب اوتو اتاك سطور الوقت هذا الكيو اللي جاء قلتلك المفروض يعني تحاول قد ما تقدر انه انت ما تاكله او لما تجي تبغى تضرب المينيونز تضرب المينيونز من اطراف بعيد عن المينيونز دايما في الايلو هذا ما يهم من اضربة واحدة لضربتين ما تغير جيم مو زي لما انتلعب في تشالنجر كل بوكاية تفرق بس الفكرة انه دايما نبغى نفكر بالطريقة هذي ما بغى نضرب ببلاش ايش الكيو هذا قد ما هو ابغى تسويه بطريقة انه اذا بتسوي شوف تضرب كلهم مو بس واحد لانه انت اشتوي الدحين اللي صار عليك الدحين وصل المينيونز هنا وسوالك فريز وهذا بالنسبة للمر غلط بالنسبة للمر غلط لانه انت تحب نفسك في موقف جدا سيئ in terms of مرة ريسكي in terms of الوف الجيه لما انهيها هتجي الوف نمبر 2 لا تنسى ان هذا ويف رقم واحد وويف رقم اثنين بعدين ويف رقم اثنين خلينا نعددها زي كده ويف رقم واحد بعدين ويف رقم اثنين لما تجي ويف رقم اثنين ايش حيصير ستوقف هنا ويف رقم ثلاثة اللي حيصير عليها بانسباك عليك اوكي فانت هتجلس بالقليل دقيقة هنا وجلستي دقيقة هنا بالنسبة لي يعني أو بالنسبة لك المفروض منها خطير يعني دقيقة يعني دقيقة 42 ممكن الجنق اللي يبدأ يجي ممكن يسويلي قانك وقفت الوايف هنا اه 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 وصل تحت التور بس الوايف الثاني اشوف وقفت هنا هذي ويف رقم اثنين مزبوط البوك حقك مرة كويس اه اعجب اوكي هذا وصل لفل اثنين قبلك وهذه مصيبة يعني وانت المفروض اللي يمسويه شبف تلايفني اه 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 اوكي فبكل بساطة he's hitting you for free اه كوي عادي كويس تقعد من المينيون لا تجدس جنب المينيون قلت لك اجدس في البوكت احنا احنا عارفينه الجنق المفروض around top side او قرب من قرب من قرب من top side المفروض تقديق اس في الجهة التانية النفس الشي وصلت لفل 2 ما اخذ اي advantage وهذا اللي ما نبغى نسويه احنا كميلي تشامبيونز نبغى نستفيد من اللفل 2 فما نبغى نسوي في المينيون ويف الاولى نبغى نسويه في المينيون ويف التاني اوكي تبغى المينيون ويف الاولى ترجع خذيني اشوف انا والله من زمان ما اشتغلت البرنامج هذا اللي يحدد بس خليني اشوف نبغى المينيون ويف الاولى ايش تسوي فيها المينيون ويف الاولى خلاص يو انت اخذت lane control مصبوط شلت اللين خلاص هو خايف منك he can't do anything تبغى يو منتين one million advantage تبغى مينيون 1 advantage ايش يعني one million advantage يعني اللين حقك هو اللي حيدف بس انا ما ابغى يدف ويوقف هنا ابغى يدف ويوصل تحت التور عشان انا لما يعني سويت الله بعد ما سوي شظ انا اقدر اروح اتحرك في الماب اسوي حاجة حاجة اخرى وبعد ما قتلت المينيون الاول او نصف المينيون الاول مات وعندك مينيون 1 advantage لا تسوي اوتو اتاكس هنا استنى استنى اليما المينيون ويف التاني تيجي منيون ويف التانية تيجي تدف على طول كلهم مع بعض حيصير عندك منيون ويف مرة كبيرة هو حيخاف منك انت حتوصل لبل 2 قبله لانه المينيون حقونك حيقتلوهم اول المينيون ويف التاني لما انتيجي حتكون حقته واحدة وانت حقتك واحدة ونصف فيول بي ايبل طبعا احنا ما حنسوي مضاربة هنا في لبل 2 وما هي مضاربة بس في النهاية انا حسوي حدخل منيون ويف التاني حقتي تحت التور حقليه يخسر منيون زيادة كتير وفي نفس الوقت انا حطلع فوق ولا انزل تحت عشان اورد مضبوط ناكسنس فعلا اعيدها تاني مضبوط طيب فاللي صار ده هين الوايف الاولى ويكفت صار لها سيميفريز الوايف التاني حقته ما لعبها صح ما فرزنها صح لو هو صاحي زي الناس والوادن كان دفها شوية كان قدم شوية استنى يعني هو اكل الكيو اكل الكيو في كل الحالات وما حياكل اوتو اتاك تانية لو انا محلو جنبت هنا شوية مسكت المينيون هذي وعطلتك ماشي وعطلتك انتل الى اندوف تايم وهذا اللي ما صار وشي تاني اي وقت انت تشوف نفسك تجيلي شوفت التلفة هذي رياس تلفها حوال نفسك اني ما عندي شي اسوي اكل سنل في يو نا 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 ام جست اسكي اي مرة تشوف نفسك بتسوي حاجة زيك كده انت ما عندك شي تسوي اعرف ان انت بتسوي شي غلط لانه لانه مستحيل مستحيل للجيم يعني ما في في حالات قليلة فعلا ما في شي تسوي بس انت عندك انت عندك انت عندك الوارد حقتك جاية وردت انت استخدمت الوارد حقتك في البداية موجودة طبعا احنا ما نبغى كده احنا نبغى نسوف نسوف نشوف للمينيون ويب الثاني عشان طالع لانه الجنغل متى حيكون خلص لبل ثلاثة او حيقدر يجيك على دقيقة اثنين وعشرين الى دقيقة اثنين وعشرين على حسب الجنغل اللي حيجيك طبعا متكلم على الميدلين او الين ثلاثة وعشرين فاحنا نبغى ضروري ان نبغى نشوف الجنغل حقهم فين فالفوكس عندي انه والله ابغى ابغى ابوش المينيون ويب هذي بسرعة هذي ابغى وصلها تحت التور شوف عشان ابوشينا الاولى بالغلط شارت واقفة هنا قلت لك حنتعبطل الين ويف رقم ثلاثة ويف رقم ثلاثة حتيجي وحقتنا ثلاثة حتيجي بعدين حنسوي بوش ما هي مشكلة بس اعطينا اكس بي وفارم ببلاش كتير وهذا ما نبغى نعطيله اياه النهائية ليش كممكن انا اوقف وراء المينيونز اسوي لو زون بقد ما اقدر ما اقدر اسوي شيء مع انه هو ووصل لفل اثنين قبله وحاول اطلع من الميل انت اللي سويته انت قلت له هياخد لفل اثنين قبلي وهياخد انت سيمي كنترول على التور وخليك سيف انا اللي حلعب ريسكي مع انه انا اللي مفروض فايلس بالين اوقف لك الميل سوى ريسات للمينيونيوب هو اللي صار عنده مينيونيوب ادفانتيج او ريسات طبعا هادي انا اختلف وبشدة ارجوك اول شيء لازم تتعلمه في اي لين اوكي متى حيصير متى متى الخصم ولا انت متى تسوي تريد على الخصم لما ايش لما يسوي لما يسوي لما يسوي ابلتي ضياها ما عنده الابلتي هذا صح سوى ابلتي يعني عارف انه ما عنده ابلتي حاروح اتضارب معه انت المينيونيوب هنا طبعا المينيونيوب حقتك بعيدة المينيونز هذولة كلهم بيضربوك الكولداون حق ال اي حقك يعني ضيعته عشان تاخد منيون وفي نفس الوقت اضعته بالكيو اللي هو سار ريسات صار ريسات بس حرام ضيع سو متش ريسورسي الزمانة على مينيون ما يسوي يعني عادي خليه يروح عليك ايش لو يشكله انيواز اللي صار انه اعطيته opportunity انه هو اهو يعني يقدر يسوي تريد عليك سواء اي ولا كيو ولا يضربك ولا المينيونز يضربوك ببلاش رجعت لنفس الشيين انت ايش جرس يسوي سوي شف الشف بتسويه بطريقة where you have half mana ما استفد اي شيء في الجيم هو نفس السي اس حقك و he is playing safe and you are playing very risky ضيعت الدبليو حقك برضو ببلاش عشان بتسوي شف وانت من انت حاسب حساب المينيونيف اللي جات بعدها وباكت طالع في المينيونيف حقتك فينها هنا ليش سويت الدبليو انا فاهمك ايو لو تريد بوش خلي البوش اكتب خليك تفكر انه البوش هذا الفكرة منه انه زي ما انت قلت انا بوصل لها تحت التور عشان بو التور يشيلها وهو ما يقدر يفرهم صح انت قلت لي كده في البداية ما طيب اي مرة تستخدم ability انت بتعطي مجال للآدم اللي قدامك يسوي حاجة لما ability had it down اي مرة بتستخدم ability انت بتعطيله مجال انه هو يجلس safe لانه انت ما تقلت استخدم ability عشان تقتله وانت المفروض انه you're maintaining advantage اي مرة بتستخدم ability انت you're using واحد من الريسورس اللي مرة مهم عندك اللي هي المانا اللي هي ما بتستفيد منها هتضطر داعي تخلص مانتك تجلس من دون مانا لما نيجي fight chance مع الجنجل ولا هادا انت ما عندك مانا وحدي تقول له ارجع 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 وانت ضيعت مانتك كلها على كلام فاضي انا ما عندي مشكلة تستخدم المانا بس تستخدمها لما يكون داعي نستخدمها وفي بداية القيم بالذات لما تكون very mana hungry وما عندك item تجيب بها مانا ما تبقى تستخدم الابتلاتي حقتك الا لما انت بتسوي مضاربة trade انا استخدمت مانا عورته الا في حالة واحدة انا بغى ارجع اللين ابغى اصوي شف بسرعة تحت التور ارمي ام الابتلاتي حقتك كلها وارجع ريكل هذه الحالة الوحيدة غير كده do not waste مانا at all اتعود كده خلي خد نفس عمر قال لي ما استخدم الكيو حقتي الا لما انا بغى اصوي trade الكيوز اللي في البداية حلوة لانه بتضرب منيونز وبتضربه هو هذه ممتاز نبغى اه كده دايما ما ابغى استخدم abilities على منيونز الا لو انا حسوي trade ما عنده شي ايش استدعي ايش استدعي يعني انا انا مسوي فيديوهات حقات البيت مني تفرجتها عندي طيب فهمتها يس احسن لك اللي نبغى نسوي يعني دحين لما نعد المنيونز احنا شايف انه عندنا منيونز اكتر من اللي عنده مزبوط وانت الgame plan حقك ابغى اخش ابغى ادفهم دايما تحت التور لما اي مرة تبغى توصل تحت التور حاول انك ما توصل بمنين ويف واحدة حاول تمصل بمية دايما يعني عشان حتى ما تتفكر دماغك يعني لا تفكر عندي منين ويف عنده منين ويف عشان ادفها تحت التور وخليه اخسر اكتر شي استنى المينين ويف اللي جاي وراي بعدين ادفهم مع بعض دايما كده افكر اوكي عشان نسهلها بلاش نعقدها بلاش نقول عد عدد المينينز اللي موجود عندك واللي موجود عنده وشوف ورا كم واحدة جاية وورا عنده كم واحدة جاية لا اباك دايما حتى لو كانت الوايف اللي فيها الكانون حتى لو كانت الوايف اللي فيها الكانون بالعكس الوايف اللي فيها الكانون لما تكون جاية وراك يعني احنا دلحين شايفين الوايف اللي جاية ورانا طبعا احنا سنتكلم عن الـ وحنتكلم عن الـ دائماً لما تبقى تسوي شبف يعني قتلك في بداية الـ وطبعاً في حالات تشد في هالحالات هذا قتلته خارج من اللين تبقى تضف ايه ودف وامشي هذا اخر ستوري انا بتكلم دي حين عن بداية الـ في الحالة هادي اللي هو قدامك وانت قدامه ما ابغى أدف هادولا أكشعهم وأوصل ثلاثة مينيونس تحت التوري يشيلهم ببلاش وعدها المينيونس اللي هتجى هتسر لها ريسات هنرجع ريسات طول الـ مظبوط، تعايف الجنجل حقك فوق الواردة اللي عندك لين دا هين ما استخدمتها عشان فأنت ضيعت المانا وير بوشينغ اغين، الـ وصرت مرة ثانية ووقفك ووقفك في اللين في نفس المكان اللي انت واقف فيه فهو صار مفرز وانت ما انت نسوي شي الكيو هذا ما نبغى، ما نبغى نهائياً في البداية الـ إلا إذا انت بجهز لـ انت ما بجهز لـ او بتفكر تسوي الـ وانت عارف يا الجنجل حقه لسه ما زلت طول الـ انت واقف في الجهة هذي انت عارف ايش الـ الاستائل الحقي يا عمر الاستائل الحقي انه انقص دمه وخش عليه بالـ اه كلنا هذا اللي نبغى، هذا مو استائل حقك هذا الطريقة اللي تلعب بيها ديانا نبغى نسوي بوك 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 لما انا جاهز I go all-in I go all-in بس نبغى في نفس الوقت نضربه مع نضرب المينيونز عشان ندفه عشان ما ياخد مينيونز انت شاعل من بالك نهائيا انه فيه مينيونز في الحياة انا بس انا بغى اضربه انا مو بس انا بغى اضربه انا بغى اضربه وبغى يخسر XP وبغى يخسر Gold فاهمني؟ هي كلها صح بس في واحدة احسن من التانية لو انت ضربت الكيو على المينيونز الـ wave هذي حتسوي يشب في نفس الوقت ما يقدر هو يسوي ايه هنا هيضطر يختار واحد ولا اثنين من المينيونز ياخدهم والبقية يطنشهم فاهمني؟ فـ the lane will be pushing وطبعا زي ما قلت لك لما نبغى نسوي push ما نبغى نسوي push لنصف لثلاثة مينيونز لانه مرة سهل يقدر ياخدهم تحت التور نبغى نسوي push لتسعة نخليه ضيئ ولما نبغى يسوي push لتسعة يتفتح لي roaming window انت ينفتح لك انا اقدر اتحرك في الماطر اروح اصوي حاجة استفيد بعدين ارجع لا تنسى بين كل منين ويف ومنين ويف كم ثانية؟ عادي اغلط ارمي 30 ثانية حبيبي 30 ثانية is a lifetime في الجيم هادي صح؟ 30 ثانية هادي تمشي تورد هنا تطالع هنا ترجع اوكي ده حين عشان الوايف ما هدافة تحت التور واقف هنا او انت واقف الوايف هنا انت ما تكر تخرج من الليم ما تكر تخرج من الليم ما تكر تسوي اي حاجة مفيدة لك او للتين غير انه والله انت تستنى هو يغلط احنا ما نبغى نستنى يغلط احنا نبغى احنا وي create something حلو؟ طيب ايش قلتلك في ال pocket سواء top ولا bot ال jungle انا عارف انه في ال bot site انا اوقف هنا ال jungle انا طبعا انا استشعر انه هو راح ال top site انا اروح الجهة التانية الله اخليك ال jungle عنده flash ما ابغى يسوي flash queue من هنا يجي انفضني هذا عنده cage ده حين جيك flash queue من ال jungle هذا يسوي لك شو اسمه طبعا they won't be able to kill you in this elo i know بس الفكرة انه دائما نبغى نكون مستعدين ما انا عارف ال jungle هنا ده حين موجودة لا لا انا شفت ال warwick حقي طلع فوق وخرج بس this was 15 seconds ago jungle حقهم ما هو عارف عارفين انه ده حين هذا scuttle contested يا انه رايح بط يا انه رايح هنا لسه ما شفنا jungle حقهم نهائيا صح؟ ولا عارفين فانه كان الفترة الوحيدة اللي ممكن تشوف فيها الجنغل هذه ال wave الثالثة دفيتها تحت ال tower البروح تورت هنا هنا كده ترمي ورد وترجع او خلاص مو بس انت تشوف فين الجنغل كل الناس يشوف فين الجنغل ا اعلم shadow ا اعلم البروثage وكان يسألون مع في ذلك انا 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 ا اصلاقه كده وسببا انت لكن انا اريد ان الامرذي الى المش Tape اتبع ايى شيه بقله صعب انا اتركز اول شيه بس انت مش على الواف مانجمينت الواف مانجمينت شوية صعب متى تدف الواف متى تسوي فريز متى تسوي شف كاف تعدى المنينز لا تفكر فيها الطريقة هذي بس ابغى اي وانتو كومبليمينت طريقة لعبك طريقة لعبك انا ابغى ابوش تحت التور أوكي نبوش تحت التور ممتاز بالزات لما نكون معتشاب زي كده بس اباك تجيب 2 مينين ويبس تبوشها تحت التور في نفس الوقت استنى شوية في البداية المينيويف الاولى لا تتسوي Auto Attacks مرة كتير الثانية تيجي الدف بسرعة أوكي أوكي وبعد ما تدف اباك تسوي حاجة ما اباك توقف تلفلف هنا انا مرز علان انه انت باندك ربع مانا مرز علان ومرز علان انه هو انت اللي بتدف وانت اللي عندك لين برايوريتي هو لبل اربعة وانت لبل ثلاثة انت شايف الغلط في المعادلة اللي صاير شايف شايف اوكي ليش عشان عشان انت بتعطي 3xp عشان ما بتستغل الادبانتيج حق الحقك الاي كيو اللي عندك عشان ما بتخليه يحاول لما ايجي ياخد مينين انت واقف فوق المينين وترزعه بكيو اي كيو في وجهه لا تستغل ونحن نريد ذلك اوكي المينين ويف هادي سحبتهم الاثنين هنا طبعا ما انت عارف انه كان ممكن تسمي تسوي شوية بدل ما سوي فريز ضربت المينين وقتلته ضربت المينين اللي بعد وقتلته طبعا ما هو مش مزبوط اوكي الفكرة فيها قلت لك انا شايف هذا المينين جاي ااخده هادي وقفتك عجبتني انت بتسوي كيو دا حين صح كيو اي كيو من البداية يا حبيبي من زمان احنا نبغى كده ليفل اثنين نبغاها هادي ابغاه ها ليفل اثنين ابغاه شوفها ليفل اثنين انت تبقى تستت الوايف الاولى انه الوايف التانية حقته تيجي انت تاخد ليفل اثنين قبله وتدخل علي الدخل هادي وتطلعوا يستخدم تي بي هادي مرة متأخرة وانت مسويها في وقت صراحة جدا سيئة تارفل الجنجل هنا انت ميت وما انت مورد لا هنا ولا هنا ولا انت عارف هنا الجنجل ما شفناه انا ما شفته طوله انت ما شفته برضو نفس الشي وانا متأكد في العيل هذا حاجة سيفرموا لين ماشي اروح طلعتوا من اللين اه اه خلاص خرجتوا من اللين ليه جا سدف اللين ايجيب التور عندي هنا وفرم ببلاش وهو يضيع عليه اكس بي وغولد يا ايش سويت انا يا سدرو بغوتو هالتاكس ما نبغوتو هالتاكس ايه نبغى نفس الشي لا ما نبغى ده خلاص من يوم ما انت تاخد طبعا الوايف اس بوشنج يعني كان عدد المنينز متساوي لما نكون عدد المنينز متساوي الوايف هتوقف في نفس المكان صح؟ طبعا انت تدف ها ها وزي ما قلتلك انت تعرف الوايف الجاية طالع ويفك طالع وراك كتا دايما قديش باقي ذا لو استنيتها عشرة ثواني قبل ما تسوي بوش اول ما تجي دف طبعا انت لازم تسوي لانه ما عندك مانا مرة بدري ما عندك مانا دقيقة اربعة في الجيم وانت برا الجيم ما عندك كولد عشان تشتري ايتم مشكلة مشكلة مصيبة اوكي المانا اللي ضيعتها كلها طول الوقت هذه مندون اي فايدة ما نبغاها نبغى نمسكها شوية وهذا شي طبيعي في الهيلو اللي انت فيه عادي كل واحد يضغط الابلتيز من دوم ما يفكر فيها ما فيها شي كل انا نتعلم كل انا نتحسن كل انا نسوي الحاجات لازم نسويها عشان نتعلمها فانت شايف كل الحاجات هذه اللي انت بتسويها بطبيعة الحال كده باسفلي من دوم ما تفكر فاك تبدأ تفكر انا لابن استخدمها بلتي ليش استخدمها هستفيد منها لا يعني في حالة قلتلك ابغى ادف المينيون تحت التور عشان هو يروح عشان ابغى ارجع ريكول لانه انا ما ابغى ادف المينيون ويف تحت التور الا عشان واحدة من ثلاثة حالات واحد ما يقدر يفرم تحت التور واابغى تزوله بوك تحت التور وانت مقدر تزوله بوك انت ميديد شامبين اثنين عشان ابغى اشتري item ثلاثة عشان ابغى احط وارد اخذ كلب في البوت ولا في التب هذه الثلاثة حالات الوحيدة اللي انت تبغى توصل فيها المينيون ويف تحت التور غير كده ما نبغى مينيون نبغى trading stance نبغى نستعد انه هو لما يجي يبغى ياخد مينيون انا ادور فرصة اني ألسعه طبعا مو ألسعه يخش في وسط المينيون يحقينه كلهم المينيون يضربوني هو يضربني لا لازم كمان نفكر يعني مو بس عمياني بس اباك تجرب اباك تجرب هذا طبعا بغض النظر لا اجرب فرانك طبعا اخليك اباك تجرب انه والله هو جاي ياخد CS هنا ده حين يبغى ياخد CS هذا اباك توقف فوق CS من يوم ما يسوي Q زي ما اول سويت ادي له EQ فوجه وطلعه خليه يستخدم TP نبغى يستخدم الابرتيس حقته ده حين انت سويت push المينيون ويف لسا بعيدة المينيون ويف حقته نفس المكان اللي انت فيه هذا المينيون حتوصل تحت التور هو هيوصل لفل 5 قبلك مرة تانية طبعا في المينيون ويف اللي بعدها مش هذي هو هيسوي bounce عليك وانت ما عندك مانا خلاص انت ما عندك مانا انت معانا ليس عند timelines في ا facade وما عندك مينيون ويف خلاص اا لا ابي عاديك ليش اسمه الموفي اذيك العشان انا كونكر فباخد تانكي شوي ايش الاتم ايش الاتم طيب ماشي فانت حطت نفسك في موقف انا ما اقدر اشترياتم طبعا زي ما قلتلك ما وردنا الين دحين والوارد اللي عندك ببلاش وصلنا دقيقة اربعة وانت لسه ما حطيت وارد انت مفروض تحطها من ثاني ثالث مينين ويف يا ثاني مينين ويف لو سويت الهاب وش صح يا ثالث مينين ويف لو سويت الهاب وش صح لانه هذا الوقت اللي يجيك فيه قنك ماشي؟ حلوين؟ طيب حنعيدها مرة ثانية حقول لك كيف تسوي برضا طبعا هنا برضو ايش سويت؟ قلت لك اي مرة تلفلف كده من دون اي حاجة اعرف انت بتسوي حاجة غلط حلو؟ يعني كان اقل شي تسوي اذا انت تبقى تسوي ريسة المينين ويف بسرعة تحاول تشيل المينين ويف هذي وترجع او نزلت الين هنا ليه ما اكملت تورد هنا؟ طبعا انا ما كنت باك تورد هنا انا بورد هنا لانه الجنجل خلينا نشوف فين الجنجل انا بواد بس اتكد اه الجنجل is about to be طبعا انا مادري ليه متأخر دقيقة ثلاثة يعني دقيقة اربعة هو لسه لفل شي اسمه؟ هو لسه دوب ويوصل هنا is he this slow كده مره يتأخر امو يعني makes no sense العادة في الايلو حقنا دقيقة ثلاثة وعشرين هو قيدو مسوي غانك هنا خلص اوكي فانت من يوم ما سويت push ولا ثلاثة على تو تجري هنا ترمي وارد هنا ابغاها وارد هنا في النص تبين لك الكامب هذا وتبين لك لو هو ميشي من هنا اوكي طيب نعيدها ثاني لا تشيلهم اي شي ما انت فاهمه مو عيب الله خليك اسألني وخلينا نشوف كيف نوصل لك بطريقة او باخرى طبعا انا بيعطيك معلومات مرة كثيرة انا متأكد ونبغى نعيدها ونفنطها حبة حبة ونركز وما نبغى نركز على كل شي في نفس الوقت مرة غلط نبغى نركز على حاجة حاجة واحدة واحدة اهم شي نركز عليه بعد اللي شفتو دحين اه farming yes you're losing minions ببلاش اثنين اول resource management resource management نبغى نمسك resources حقتنا ما نبغى نضيع المانا كده والطريقة هذي وصلت لفل اربعة وكيف نسوي push اذا تبغى يعني هذه الحاجات كلها تتواهم مع بعض دحين ما عندك مانا تسوي push jackal jungle وانت ما انت مورد we are in the top pocket واحنا قلنا خلاص احنا احنا اذا انت قلت لي في البداية انا عارف جنغل فين بدأ اذا انت في البداية عارف فين بدأ انت مفرض عارف انه اذا بدأ top هيوصل bot هيوصل top هذا معناها احتمال الاحتمال الاكبر انه هو يسوي gank من top صح؟ فدائما اني بنجلس في البودسايت طريقة بني ادم يعني بني ادم بطبيعة الحال dominating eye ولا dominating hand حقته انت تلعب بيدك اليمين توقف في الجزر اليسار اسهل لك اذا انت تلعب بيدك اليسار تجيه في الجزر اليمين احسر لك هذه لازم تتعود انه انت تغيرها انا عارف انه الجنغل فوق انا ما اجلس هنا انا اجلس هنا طبعا هذا لو انت حتى وانت مورد لانه لا ننسى انه عندهم فلاشات وقدر يسوي jump فانت حطيت نفسك في موقف دحين لانهم كفشت هذا حمار ضيع الكيج حقه معناها انا المفروض سيف عندي فلاش اقدر افلش اطلع واندون اي مشاكل استنى الكيو حقته تيجي اول ما اشوف الكيو فلش مزبوط اكشلي اي دونت ايبن نيت فلاش لانه ما يقدر اكتلني هذا ضيع الماناته قليلة ضيع هذا حقه هذا ما المفروض انه ما يقدر اكتلني هذا ما عنده شي انت you went all in ما احنا شايل هنا عشان نو ضيع الكيج حقه اقين بس الواف فين واقفة واقفة في محل سيء ما لها ما تقدر تسوي شيء انت مجبر عشان تصليح اللين لازم تسويه لا شب وانت دحين جارس في اللين من دون ما تستفيد اي حاجة وانت دحين جارس في اللين انت ممكن ترجع تشتري item وتجي اللين تساعده نفس الشيء دحين كان اقول لك اوكي هيا استخدم كل الابريتيس حقتك دف المينين وف دفها وسوي ريكول لان عندك القول للشتري بايتم صح؟ انت هو جاسده في دفة شفته رجع هو عنده تي بي انت ما عندك تي بي اكشلي ما رجع I don't know what to say انت المفروض بتسوي ريكول دحين هذا ريكول تايم مزبوط 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 ريكول تايم يعني ريكول ممكن انا ما باك يعني واحدة من الحاجات اللي مرة حلوة كان يسويها دوبة ولا فيكر ولا علامة يسوي ريكول في الميدلين ما يسوي ريكول يرجع على ورا يلف هنا في البوش ولا يلف هنا في البوش هذه ما تعطي التيمة اللي قدامه ما يعرفه هو راجع يسوي ريكول ولا هو بيسوي روم اوكي حطها في بالك احيانا اوكي راح عشان الريكول عشان ما انت مسوي باونس كبير اللين سرلو ريسيت عشانك ما بتسوي شف زي ما قلتلك اكشف كبير من ينين ويف بدل واحدة اللين دا من حيوقه في النص ولما اللين يوقف في النص انت تاخد حوالي كم تاخد عشان ترجع يعني من هنا لهنا حوالي 22 ثانية اذا بالشوز هذي احتمال كبير يروح عليك إلين 6 منيونس عشان هواكفة عشان هواكفة هنا بطريقة الخطأ فهذي نبقى نصليحها برضو في الباكتر هنتكلم عنها بعدين اوكي رجعت اللين راحوا 3 منيونس راحوا 4 منيونس راحوا 5 منيونس راحوا 6 منيونس راحوا 7 منيونس راحوا 8 منيونس مرة كتير اللين بيسوي push عليك ايش قلنا لما اللين يسوي push علينا ايش نبقى نسوي نحاول نخلي فريز أو شيء نحاول نخلي فريز نحاول نسوي trade ما اضرب الميون ويفز ما ضيع الابلتيز حقته استنى يجي يقري بيحاول ياخد منيون وخش عليه بالابلتيز حقته انت سويت ال-W سويت ال-Q نفس الشي واقف فوق الميون نفس الشي جالس جوا الميونس الميونس بيضربوك انت مانت جالس بين الميونس حقونك بتنضرب فور فري من دون اي داعي ما عندك ساستين ما عندك بوشن ما تستخدم البوشن وانت واقفة يعني هذا المحل حق الوقفة يعني ميكس نو سنس يستضرب منيونس أوتاك برضو ميكس نو سنس تبغى دائما تلعب حول الميونس حقونه وحقونك لما نسوي trade زي كده وجات فيه جيد احبت 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 ليه ما كملت ليش اللي وقفك هنا يمكن انا ماعرف ديانة احسن منكم اذا تبغى تخش دخل زي كده يوانتو كلهم اذا ما انت عارف انو تيرتكتلوه ما تدخل دخل زي كده ليش من يوم ما ديتوا اواتاك ايش سووا الميونس كلهم ضربوك انت عارف كيف الاغرو حق الميونس يشتغل صح ليه يعارف اذا ضربت شامبيون بيقلب عليك كلهم لا اذا ضربت شامبيون بسكيل شوت ما يقلب عليك اذا ضربت باوتاك يقلب عليك لما ضربت بالكيو ما ضربوك عارفها ولا ما تعرفها والله او مرة عارف انو الاوتو بس لا مو بس الاوتو اي تعتبر كاوتو يعني الكيو حقت از مثلا تعتبر كاوتو تجيب لي منيون اغرو الكيو حقتك دا حين نشوفها قلي نشوف انت في وسط المينيون نويب حقته لويت كيو ولا حد اللي مسك ليش؟ لانو انه سكيل شوت ليس سكيل شوت اللي هي اللي تضرب لا المينيونز يضربوك سكيل شوت اللي ما هي كنسيدرد از ان اوتو اتاك كمان من يوم ما ضربته اوتو شوف العيال اسيب اقلب عليه وضربه كيو وما ادري ليش ما سوالك كييج وجلس يلسعك هو والمينيون حقونه لانو 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 عندك ادفانتج في اللين واللين بيسوي بوش عليك انت بتقول له انا ما ابغل ادفانتج هذا خد المينيونز لو سمحت جيب اكس بي ما نبغى نسوي بوش الاو احنا متأكدين شايفين الجنغل ومتأكدين انا اقدر اقتلو بحت التور ما ابغى اعطيلو مينيونز ببلاش ما ابغى اعطيلو اكس بي ببلاش اوكي فدايما ابغى الميندسيت حقتها كتفكر اي دونت وانتو بوش اللي تتاين ما ابغى استخدم كل الابريجات حقتي دايما ابغى سوي فريز و سلو بوش دايما الا لما ابغى سوي روم الا لما ابغى سوي ريكول اكتبها اي 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 ريكولنج هيا شف استخدم الابريجات حقتي اي اي رومنج انا ابغى سوي روم هيا شف عشان ابغى سوي روم بس ابغى سوي شف كبيرة لا تنسى ما عمري ابغى سوي شف في مينيونويف واحدة ليش عشان حاجتين اول شي لو مينيونويف واحدة ممكن يقولك هو يضرب قابلتي واحدة وبعدين يلحقك في الروم فهي والكاتشب اوكي اثنين اثنين يمكن يقولك خير شر سيب امه اللي مينيونويف هذي ما تهمني بس لو انت دافلو تسعة مينيونز مع كانون والله ما يسيب اللين لو كل البوت حقه حيموت لانه حيروح عليه اكس بي وحيروح عليه جولد يعني اتقام تلاتمية وخمسين وربعمية جولد ما يسيبوه هيجلس وهذا في نفس الوقت يعطيك انت وقت روم اكبر انت بغى الرومنج ويندو الرومنج ويندو صغيرة لا تنسى قلتلك كل مينيون ومينيون تلاتين ثانية اذا دوبها جي الجديدة ودفيتها بسرعة ومشيت عندك ثلاتين ثانية تروح وترجع نعم؟ نعم اوكي هلوين فهنا انت فكيت الفريس لما فكيت الفريس انت قلت له خد مينيون ببلاش وبرضو جلست الافلف لفعل شيء لأنك لا تستطيع فعل شيء الوارد هذي ليش؟ فين الجنجل؟ ليش انت قررت ان الجنجل بوت؟ الله تخمين بس لا اكتر انا خلي ايوة في تخمين يعتمد على 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 يعني على على حس مو على حس على على حاجات صارت في الجيم تخليني اخمن زي كده وفي تخمين لا اعتباطي هذا اية واحد منهم؟ لا هذا كده جاء اوكي ما عندي اي حاجة تقولي انه هو جاي من هنا فعل بس ورت كده تخمين يعني طيب طيب تخمينك مش غلط ومش صح في نفس الوقت يعني الوارد هذا من رشله يعني ما هو ما يساعدني كثير نبغى وارد هنا ولا هنا الوارد هذا ما حطه لدينا خايف اوكي وكون انه انت ورد البوت هذا صح مش غلط لانه احنا عارفين وبدأ بوت بعد الراحتوب لما جاني سوالي قانك دحين لما نرجع اكيد حيروح بوت مرة تانية لانه البلو حقه حيرجع مضبط شفت كيف طريقة تفكيري شفت كيف بنفكر انت كميدلينر يهمك حاجتين يهمك how you manage your lane وفينالجنغلر لانه فينالجنغلر هي اللي ونز ولوززيو جيمز حتنكفش من الجنغل حتموت حتخسر الجيم حتنتبه للجنغلر وتسحب الأغرو حقه وتخليه يجيك وما يستفيد من اي حاجة انت لديك أفضل أفضل فأنا تراكينج الجنغل مرة هاي ليبل تراكينج ما قلتلك طبعا لو انا بشوف الجيم حقك بتفرج عليك انت بتلعب اه إذا انت هايلو مثلا دايمند وانت طالع هقول لك هاي يسوي تاب هاي يشوف كم الجنغل كم عنده شي اسمه كم عنده فارم انت عارف كل كامب ياخده اربعة فارم لو عنده 16 فارم لو عنده 20 فارم ودوبوا اول رجع طبعا اول لفة في الماب مرة سهل ان انت تعرف الجنغل فين بدأوا فين انتهى بعدين انت صعب مع الوقت ففي الوقت هذا اقول لك هاي يسوي تاب هاي يشوف هاي ينتبه ما باك سوي الكلام هذا ده حين باك بس تخمن توقيتات اوكي بدأ طب راح بدأ بط راح طب اكيد لما حيرجع ريكو الحين زلت بط لانه ما عنده شي في طب يسوي ورد بط بس ما تورد ليش الوارد زيكين وما تورد إلا وانت مشافف دفيت سيف تعال وارد وارد محترمة وباك تشوف الفيديو حق الواردينغ حقي انا شرحت فيه في المد فين تسوي وارد اوكي تسوي وارد هنا تسوي وارد هنا تشتري بينك لما ترجع كان عندك جولد عشان بينك عندك بينك ليه ما تحطها في الترايبوش الدريك دحين is contested نبغى البوش هذا وارد نبغى نبغى نركز عليه لانه هذا الوبجيكتف اللي دحين جاي في القيم تجي هنا تحط بينك تحط هنا واحدة ثانية صفرة وترجع اللين وتلعب زي ما انت وعشان عشان الدريك موجود وانت شايف البط سايد حقك كله غريب انا ها احنا نبغى نفكر كيف ناخد الدريك فانا بغى ساعد التيم ياخد الدريك الحالة هادي انا بغى احدف ام اللين عشان اكمل عشان اخلي عندي priority في اللين عشان لما نبدأ الدريك يا شباب انا هقدر انزل بسرعة اروح دريك اوكي فشايف الاخذ والعاطة هذا اللي بيسير بيتمدها طبعا اغين في silver ما حيسوي كده ما يتفهم مع بعض وشي تاني البط حقك مدفوف اه ما حنتكلم عنه انت بقى بس تركز في لينك وسيب اللينات اللي في الاطراف اغين silver في النهاية عشان تكري انت تبقى تفوز لينك وانت تبقى تكتر اللي قدامك وانت تبقى تبهدل جنجل حقهم وانت تبقى تكرر الجيم تمام؟ وعشان نسوي الكرام هذا نبقى نسوي freeze قد ما نقدر نبقى ناخد كل CS ما يضيع عليه ولا CS دقيقة ستة يعني 35 CS كلكم acceptable بس it's not حرام من شيء من من 57 انت ضياء يعني انت وانت ما حد تضارب معك انت ما حد لمسك انت ما في اي شيء صار انت ضيعت فوق العشرين CS مزبوط؟ اوكي فاول شيء حنرجع نسويه ده حين تمسك ديانة تروح لي training session وتمسك فارم للنعلى يعني هذا سابك ما بيترود معك اصلا طبعا هذا مرة غلط طريقة لعبه بس ما يهمنا لانه في الايلو هذا كلهم كده ما يعرف ايش يسوي ما يعرف متى يترود ما يعرف متى يخش ما يعرف متى يضارب ما يعرف ايش يسوي ما يعرف ايش اللي صار في الحياة كل اللي بيسويه ده حين جنغل 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 تعال اول ما يجي يخشوا عليك بعض مزبوط؟ واذا انت بتسوي نفس الشي لا تسويه لانه ما تحتاجه اوكي يتراك الجنغل لحقهم اول ما تشوف الجنغل تقرار تخش عليه عارف الجنغل تايمينج لما انت تعلم الجنغل تايمينج كويس او افريج هتعرف كيف تتصرف شكرا لك على الانهارت حبيبي ريلي افريشيدي فليني بغى نسويه ده حين الورد هاته زي ما قلتلك شوية اي شالو نبغى نصلحه مع الوقت ان شاء الله ايش قلنا نسويه ده حين شي زي كده في حالة زي كده نلعب جنب الورد حقتنا الله خليك انت دايما تلعب في المت ما تفكر فين انت واقف ما نبغى نوقف فوق المينيونز عشان لما نسوي كيو ما تيجي علي عشان لما نسوي ايه ما تيجي علي عشان لو يبغى يسوي كيو اخليه يختار يضرب المينيونز ولا يضربني لو ضربني انا الويف حقتي هتسوي فوش لو ضرب المينيونز انا اقدر اخوش عليه والسعه فاهمني؟ وصلت فعلا ولا ما وصلت؟ فما نبغى يضربني مع المينيونز في نفس الوقت زي ما انت بتسوي فيه لانه هو غبي هو المفروض برضو نفس الشي يوقف بعيد عن المينيونز عشان لما انت تسوي كيو يعني يا تيجي فيه يا تيجي في المينيونز فيصير هو عنده الشاب أدفانتج ولا هو عنده البش أدفانتج ولا عنده المينيون أدفانتج فأبغاك؟ فانت ايش السيف سايد حقك؟ السايد اللي فيه اعلى اكبر عدد ناس الجنجل حقك بوت البوت حقك موجود انت حاطة وارد شايفين هذا كله؟ خليك قريب من هنا لما تكون قريب من هنا انت بتقول حتى للآدم اللي قدامك ترى الجنجل حقي جنبي هنا في الجهة هذه حتى ممكن تضحك عليه انه يكون الجنجل حقك فوق وانت واقف تحت عشان احاطة وارد وبعدين هو يوقف فوق والجنجل يجيله طبعا هذا بعدين في الدايمونز وفي الشالنجر موش دحين بس الفكرة انه بس الفكرة انه موش اوقف محلي اضرب Q اضرب W اضرب E خلص المنين خد انت منين انا اخد منين بعدين نسوي teamfight ايرام اللي يفوز في teamfight يفوز في الجيم هذا كوين فليب عشان كده كلكم تجوا وتقولوا اوه ايلو هل اوه الجيم كلها كوين فليب اوه الماتش ميكين ما هو مزبوط لا لأنك لا تعرف ما تفعل وما هو عيب انه لا تعرف ما تفعل نبغى نتعلم مع بعض ايش نسوي ونشوف طبعا انا مره طولت في اول ستة دقائق في الجيم فححاول يعني اكمل خلص فهمنا كيف الايرلي جيم حيصير صح الايرلي جيم كله زي كده انت الين دحين ما رومت انت وصلت لفل ستة انت عندك ignite انت عندك فلاش ما استخدمتها ما استخدمت ignite ما استخدمت فلاش اقنايت ممكن تستخدمها في اكتر من حاله تطلع من اللين تخليه يخسر اكس بي لما دخلت عليه الدخلة الكبيرة اول ارجع امه اقنايت خلي اقنايت ترجعه مو لازم تكتله خرج من اللين ايه ايه وحيحسه من الرجع ولو ما رجع حمار سوي فريز هيجلس هنا زي الهبل طبعا في سلبر هيجلس ما هيرجع انا اخذها مني ولو رجع راح عليه اكس بي انت دف ام الوايف راح عليه اكس بي ميني ويف صار عندك اكس بي ادفانتج قولد ادفانتج ترجع تشتري ايتم مزبوط فكل البرسونة حق انه انا لازم اخذ كل ما هو ضروري الكيلس مرة نهائيا ما هي ضرورية في القيم اوكي تساعد ما احا اقولك لا بس مو يا كل يا ما في وصعب انه احنا نغير المنتارتي هادي شوية طبعا انا قين يعني انا ما نشاهد في الجنغل انا ما نشاهد في الجنغل طبعا انا انا في حسي يعني المفروض لو انا بفكر في ايلو حقي وانت طالي انا الجنغل في البوت سايت لانه في دراغون والبوت حق وحيرجع يا انه فوق وبيسوي ريكول وراجع يا انه اورادي سوى ريكول طناش فوق وراجع تحت عشان لهذا خلينا نشوفه بس عشان انا احس اني انا لسه ايه فرت رايح على هادي بعد حسوي ريكول وحيرجع اوكي اوكي مرة متأخر مرة متأخر مرة متأخر بس هوا دفي من قبل كل ما نستحل بتشيلها ووقفنا في الرين وبرضه انت لسه ما سويت شيء الوارد هذي برضه ما بتفكر كده ضياء وارد حطيت نص هنا ونص هنا انت معناها انا عندي 2 وارد من يعرف ان احطهم بسبب احطهم في اي محل نبغى نبغى اعتباطي التخمين ما يكون اعتباطي يكون يعني بتفكر في وراء حاجة كده انت دهما تحتاج فعلا ايش سويتنا؟ وستود هنا برضه لفيت لفة طويلة عريضة you didn't do anything with it ليش ما جيت وقفت هنا حاولت هو يخرج تضارب معه جلست لفلف في محلك يعني في الجيم هذا لو عديت الوقت اللي انت جلست لفلف في محلك فيه من دون ما تسوي اي شيء في الماب حتلاحظ انه already one minute or one minute and a half of nothing وهذا كل وقت طائع ماشي وانت المفروض انه في بالك انت فائز لحين انت بسوي كويس في اللين وانت لديه اكسبي منك وانت لديه اكسبي منك وانت لديه اكسبي منك وانت لا نريد ان اصل الى الاتجام نهائيا نفس الشيء سويت نفس الشيء سويت الكيو حقتك اقلها دا حين ماسك الابلاتيس حقتك الكيو هذا ما له اي معنى نفس الشيء لديه اكسبي منك الجنغل حقك موجود ولكن من يوم ما ترى الجنغل كذلك تريد ان اصبع الجنغل دف ام المينيون وانزل خليك قريب معه حتى لو جعلوا الجنغل انت تجد ساعت وهو دوبك وصلت لفل سبعة كويس وقفت محلك ما قررت للمد حقك وانت لديه اكسبي منك لديه اكسبي منك ممتاز 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 ما حقول لك لا لانه انه هو مالفايت والبوت حقهم داف اصلا البوت الغريب حقهم هذا اللي انا شايف زد يوالله زده سنة معموس مرفي انت شوف الجيم قوة فاس فاس وقوة انت هنشوف انت هاي عبان معك في الجيم اي برضو عمك تركز برضو حلو انه عندي بس اقرى الجيم بشكل عام كوان ما هي مشكلة شوف واحدة من الحاجات اللي ما طالع فيها ولا يهمنا ايش مسوينا التيم ايش مسوي التيم الخاصم اللي همني انا انت ايش مسوي انت كيف تحركت انت كيف تسويت راكل الجنغل انت كيف اخذت مينيونز انت كيف وردت وانت ايش سويت ماكرو جميل بس انا اقول لك يعني بديك حاجة حتشوفها انا كنت فيه بتفييد انا مرة همفرض انا اكرر لكي حتشوف ياسو حتشوف البوت يعني اوكي انا مني فيكر انه وان في ناين صح انت زي Tillad اوكي لدي مرة عالة بس ما ما قدرت اصوي شي فده انت بمجان انا عارف ماندي بلاط وغلاط الي في الليل لم يتجدك المستيكس عندنا ما موت يعني ما ااخد الشيط تحته وما سويت حاجات ثم انا ما اغلاط معاك انا ويا بالانس طريقة التفكير هادي بالعكس ابوكتب دها شوية كون انه انت تجلس دفنسيف وما بتسويغلاط هذا برضو مصيبة لا تنسى انه في لينات تانية شطح هذا شوف ما اخذك اللين في البط وانت كان عندك فرصة تاخد اقل شي كل واقل شي دحين في نفس الوقت هذا فهذا دحين عشان هو وانت جالس دفنسيف تستنى فرصة تجيك وهو ما بيستنى فرصة تجيه هو هيوصل لايتمات اعلى منك اكيد حيفجرك مبسوط دي الطريقة مبسوط يس طبعا يعني البيت بتتديل ويفز والبط قرد تقدم والبط حيرجع يشتري ايتمس وانت ما عندك ايتمس فلما نصير تيم فايت شي طبيعي التيم حقهم يفوز بس هذا مو معنى انه انا ماني غلطان لا عشانك لعب تكون بليسنت وجالس وبتديله فارم وما بتسوي ولا شي هو تقدم هو المفروض ما يتقدم انت سولو لينر انت المفروض الى اكس بي اعلى وايتمس اعلى المفروض وانت المفروض you have a better advantage انت باي دفنيشن الميد لين عنده مور ايجنسي في الجيم عنده مور كنترول في الجيم انت يلين دحيم ما سويت روم وانت شغلتك ترون وفيقر ما يقدر يرون يعني انتو الجيم هذا وانت بديانه انتو المفروض تفوزوا بط تفوزوا طب حتى لو هم مهزومين انت ما نزلت ولا مرة تحت عشانك ما سويت شف زي الناس ولا عادم مرة احد ولو انا محلك انا لفل ستة من يوم انا اصلا لفل خمسة دفيت ام اليونيويد وصلت لفل ستة انزل جري على تحت طبعا باعتباره انه في مجال انه سوي حاجة لو ما في مجال انه سوي حاجة انزل وريهم وجهي سوي لهم بريشر خليهم يرجعوا بعدين ارجع لينك ما تخسر ولا شي من لينك لو انت داف صح عندك فلاش وعندك اغنيت وعندك ألتي ولا استغليتهم نهائيا ما حتقدر تفوز زي كده ما حتقدر تكرر زي كده ومو زي ما قلتلك مو معناها انه انا ما مت معناها اه اه الله خليك انسى اللي حولك انسى ايش هاتيم حقك بيسوي انسى هم كيف هتفيدوا ركز في انه انت كل امورتي جاتك انت ما استغليتها غلط جميل عمر بس فكرة الايلو ده اللي انا فيه اوكي انا بغلط بس انا لو انا انا ما بقولك انت غلط انا 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 نبغ اندفك لللي بعده انا ما بقولك انت غلط ولا 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 بفضل بدي حالك ان هي ميل بالك او يعني انت متى في السلفر احيانا سويك هب ما ينخشو ما يسوي إنت اشتري فالا يعني زي زي ممجحة مع سينا ترى على فكرة على فكرة على فكرة سينا هي الفوزة ماذا؟ ماذا؟ انا اوقلت لي استنقل الغلط أو شيء وقالت الزد انا رحت فيها هم محطوا فالو ومالفايد جدا غير يعني انت ستشوفه مرة غير واللهي انا متأكد شوف ماني متوقع اي واحد في الجيم هذا عارف شب يسوي إلا اسميرف ولا هذا فهذه ماني شي الهمة و ايجب عليك المفايد من الجيم بالعكس انا بس بقول لك اباك تفكر معايا بطريقة تعنيها نجدد تفكير انا كده الجيم نسوي انا وانت عقد كنتراك جديد احنا ما يهمنا تيم ايش سوى في اشياء زي انا كل يوم اقولها في ستريمي لما نصير في ستريمي انت يو هاف كنترول على ما لا يزيد عن 30% من اقيامك انت شخصا اوكي البقية تلاتين في المية من كل عشرة تلاتة انت تكرى اثنين تلاتة انت تتكرى اربعة انت تنهزم عشان تيمك اوكي ولو صار الموضوع هذا انت حتطلع ستوصل دايما يعني احنا مو لازم نفوز العشرة من العشرة انا بغفوز ستة من عشرة اكشلي انا بغفوز خمسة من عشرة انا بغفوز خمسة ونص لانه خمسين في المية في الجيم هذا تأتيكيو أب فما يهمنا هذا ايش سوى وهذا ايش سوى حنشوف مع بعض لا تشيلهم اوكيان انا ما بغنتقدك انا ما بغنتقدك نهاييا انا عادي عادة بالاكس بالاكس انا عمينا الفيديو مرة اكتبتها بالاكس انا قاعد في سيزن سبعين وحكيان عندي غلط انا ما فيها شيء كلنا اهو اليين اليوم انا سابع سيزن ليه فالفكرة مو نبغى نطالع وننتقد نبغى نشوف ايش الحاجات اللي ممكن نصلحها ونشتغل عليها واحدة واحدة حسنا فا ما اريدك ان تفعله هو كيف يمكنني اعطيه أقلقى ومع امبغى على اللينز التانية هذا الاجتماعي حقك كما مدلينر كما ديانة بالذات انت تشيل المشاكل لا تشيل المشاكل انت تشيل المشاكل تشيل المشاكل لا تشيل المشاكل تشيل المشاكل تشيل المشاكل انت ما خسرتهم بس انت بتساعد في الخسارة وما انا بغى نساعد في الخسارة ابغى نساعد في الخسارة ابغى نساعد كل شي صح طريقة اللاعب عمر بديانة اتغيرت من يوم ما صاروا يلعبو با كونكر انا ما لعب با كونكر من زمان انا عندي ون مليون بيها او حفظ تقول فبس يعني هذي يمكن خامس جيم قادا لعب بي كونكر او رابع جيم ارجع واتعلم المايكرو ميكانيكس واتمكن من الشامبيون قبلي يعني انا لما تقولي انا ما لعبها بالطريقة هذي وانا جالس لعب في رانكت انا بالعكس هنتقدك ليش جالس تلعب رانكت وانت متأكد من من الستب حقك روح لعب نورمالز اتمكن من الشامبيون والستب حقك بعدين انت على الرانكت انا لعب نورمال كل يوم وانا لعب الجيم كتير ليش؟ لما نمسك شامبيون جديد او اغير شي في الستب حقه او بجرب بلد جديد روح او نورمال طفش لا تندم لما تجي في رانكت وتخسر وتقول والله انا ما سويت شغلي صح عشاني ما كنت متأكد من البلد هذا بغض النظر انا ما بنتقد يعني لا تاخدها مني شخصي انا بوريك المشاكل اللي ممكن تحلها وكيف لازم نحلها ولما تلعب شامبيون عشان تستفيد من الشامبيون هذا لابعد الحدود لازم تستغل نقاط قوته وضعفه ديانا دقيقة ثمانية في الجيم ما سويت روم وعندك فلاش وعندك وعندك إغنيت نخط كده ايش نجمة انا الجيم انت كده نفسك اي جيم تلعبه بعد ما تلعبه تخلص عشان تلتد فك الجيم كم مرة كان في مجال اني أسوي روم وما سويت والله واحد اثنين اوه وغلي اركز عليها الوارد هذي حطيتها في محل صح ولا حطيتها في محل غلط ما حطيت وارد هنا ما عنده كان عندي وارد والمفروض جانجل تايم وانا ما حطيتها ليه ما حطيتها وحطتها صدقني واحدة واحدة هتبدأ تحسن من انت كده بطبيعة الحال هتلاقي نفسك طلعت في الويلو لانو الفوكس حقك is to get better مو is to يعني طبعا I want to win بس I want to get better ما أبغى لعب فأنا ما نداريش بيصير اوكي فرجعنا تمام طبعا في حاجات مرة أكتر من كده عشان تعرف متى تسويرهم يعني مرة صعبة خلي اديك ألف انا ححط الانفورميشين هنا في الفيديو او حقولك يا بس انا عارف انه حيكون مرة صعب انك انت تتابع كل شي في نفس الوقت عامة زي ما احنا بنتابع اللين حقنا انا لو شفت الويف مانجمنت لين مرة ثانية هتعرف كيف اللين أي اللين ستايت يسموها ايش اللين ستايت تمام اللين ستايت هتكون انه والله هذا اللين ستايت حقنا واقف دي حين لدينا 6.8 بس طلعت تحت لقيت أوكي شوف كم منين هنا أربعة المنيونيف جاي هنا في الطريق يعني المنيونيف اللي بعدها هنا برضو جايها معناها هذا الويف هذا اللين حيسوي بوش صح؟ اوكي انا سوي شب انزل بستانة جاية جا عندي opportunity to do a rom right now البط التوب ما عندي شي يسوي وانت اصلا المفروض تسوي rom دحيني يعني there is nothing for you to do يا انك تسوي tower drive يا انك تسوي rom اوكي فاحنا نطالع فيها بطريقة هذه هذه مرة صعب تجمع كل ال information هذه من كل اللي نات مرة صعب فانا ابغاك في البداية اول عشرة دقائق تركز على نفسك بعدين تركز على اوكي بعد ما تتمكن من واردنج و كويس بس نبغى احسن شوية يعني اللين هذا يعني في الجيم هذا كويس عشان ما حتقرب منك عشان يعني عشان ما في اي مضاربة في النص عشان ما في اي trade عشان انا ما توقع انه انت بتسوي دايما كده لانه حتى مع كده انت بتخسر من ينزع الفاضي باباك تنتبي للموضوع هذا سويت شوف مشينا نفس الشي برضو جلسنا اللفلف ما نتواطيه عارفين انه المفروض هو يبيرجع كان عندك opportunity شوف ايش قلتلك في البط they are pushing انت you are not doing anything انت الورد حقتك اللي هنا خلصت الورد حقتك اللي هنا خلصت ما شوفنا الجنق المنزمان الجنق المحنا عارفين فينه طبعا احنا متوقعين انه هو في البط سايد دحين بس وربي رحمك انه الشباب ما شاء الله تبارك الله وارد 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 بس انه ممكن يجيك من هنا وممكن يجيك من هنا ما تنتبه له عدد بكل الحالات لو يتشب لو يتل له Q نفس الشي هو جالس في اللين انا هذا حالي سعوب كف Flash Q يعني Q Flash نتعرف على Q Flash combo صح؟ Q Flash اوكي لما تلعب champion اهم شيء اهم شيء اهم شيء بتعلم الكمبوز حق التشامبين انت تتغير انجليزي كويس وقت تروح على يوتيوب تشوف الكمبوز حق التشو اسمه ديانا يس لما نتكلم على الانيميشن كانسل عندي انا دايما في فيديوهاتي وفي الستريم على كيت وعلى اسريل وعلى هذا كل التشامبين في القيم في عنده الكرام هذا هادي عندها Q Flash سوف تفلش ولو هو سوى Flash انت تسوي ايه تلحقه اللي التانية تسوي له Alt Ignite وتطلع برا وعندك ستين فرصة كانت تسويها وليس لم تفعلها وهادي واحدة منهم شوف هنا يعني Q وعطوا الفلاش نعم ليس فلاش Q ففي فرق بين أسوي Flash بعدين Q لانه لو سويت Flash بعدين Q هو سيشوف اني أنا فلشت سيفلش صح؟ بس وانا بأسوي Q الخرج سوي Flash حتلاقي الـ Q وصل له وانت قريدي عنده تحته بتسقعه E وتستنى طبعا نحن عارفين انه عنده Flash فأريد أن اتسيبيت الفلاش حقه فلاش وراه التور بيضربني W ولا سوي Ignite وLT طبعا E بعدين LT بعدين طبعا E الأولى ولا E الثانية بعدين LT Ignite وW وتخرج بره هذا هو كيف تحديد الفلاشات ليس من تتوقع من تتوقع من تتوقع من تتوقع بالذات على أساسين 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 يعني شوف هو تحبك هو جربك جربك 8 دقائق شافك ما تخش ما تسوي شي بس تسوي Q لما انغلط مرتين روحت له بالE قديته لسعة كده وسيبته حيكون مطمن مرتاح نفسيا حيكمل حقا حقا لأنه في النهاية بني آدم ثاني جارس في الجهة الثانية صح؟ فلما بتلعب قدامه انت شفت أسلوبه وطريقته انت شاهد أسلوبه وطريقته وانت بتلعب على أسلوبه نفس الشيء أنا ما ألعب كل جيم زي الجيم اللي قبله وعشان كده الجيم هذا أنا أموت فيه لأنه نفس الماتشاب نفس الشامبين نفس الأدم اللي قدامي بس طريقة اللي مختلفة لأنه البني آدم مختلف حسنا فهنا هنا نجد أن نصنع أسلوبه يا أخي ضيّع الفلاش إغنايت خلي ضيّع الفلاش حقه حيرجع حيروح عليه حيروح عليه المنين المفادي كلها لا تستخدم الناس لا تستخدم الناس كل الهم كان الكيج حقه ماذا ماذا همت؟ يعني أنا لصوت الكمبود في ذلك في ذلك كيو حسنا ممكن أقتله أوش الكيو محفوص نفس الرينج هذا لو قررت سويتها ما أموت؟ يا أرى حكتلوح أموت ليش تكتلوح تموت؟ حقه حقه عند رينجة رينجة التاور ما عنده مانا ما يقدر يسوي إلا واحدة أبليتي ما يقدر يسوي أبليتي أنا ما شلتهم الألتي شلتهم الكيج جاء الكيج بس أنا ما أبغى أوصل دحت التاور وموت أنا أبغى أوصل هنا لما كان هنا هنا كان أوتف بوزيشين و بعيد عن التاور وما عنده مانا يكتب أن تفعل شيء أقلها أقلها أخليك أضيع فلاش ما عنده مشكلة بس لا تخليك جالس لا تجلس كده استنى وأقول لك وزي ما أقلت لك يعني يعني كان إذا ما تبغى تسوي بلاي عليه وخايف دف أم الوايف وأنزل تحت دف تحت فين واقف يعني لنا نص ساعة هنا طبعا قتلوهم أخيرا هذا مات صح؟ الله يمتحي شي طائره بس في كل الحالات إنه كان فيه أفرطونيتي كيسة وأنت مستغليتها عشانك ما بطالع في الماء وما حلومك أغيرا في سيلفر كل ما نحتاج أن نتكلم على هو دف أشياء واحدة مي ومي مي ومي سيبك من اللينات الباقية وسيبك من الحاجات الباقية بعدين هذا إن شاء الله والوقت يا يا وأبقى دائما تقارن بينك وبين الفارم حق الناس الثانيين يعني سولو لينرز الثانيين وتشوف انت إش مستغلي تقارن بين اللي قدامك اندرستاندبل اللين منينز منينز هذي لماذا دخلت لما جبت الكيو؟ عندك فلاش أنا حسأل أنا حسأل مو انتقادا أسأل أعرف ماذا ما أدري والله صرف هذي خلاص ما عنده مانا صفر وزيبت الكيو حقتك يعني كل ما يحتاج تسويه تروح كل إن كومبو وعندك فلاش واطلع مضبوط والله في العادة أنا بسوي كده بس في خايف متلت زعلان خايف لا 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 أنا وارويك معايا معايا في دو حلو حسنا فقالتكلم معايا لا تنشن حسنا 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 بسيط نحلو نركز التركيز قذلك؟ حسنا 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 مجد عمل حسنا أرى أني قمت تطلع نعم ممتاز نعم 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 تطلع نعم ملت ممتاز ممتاز. راح عليك ستة مينيون في النصف بس it was worth it. طبعا الروم تايمين دايما ان انا قلت لك. ايش مشكلة؟ طيب هنا مثال حي مباشر على الفرق بين تسوي بوش لمنين ويب واحدة و بوش لمنين ويبين اثنين. عشان بوش لمنين ويب واحدة. هذه بس عشان اشرح لك ايش الفرق بينهم. قبل ما التاور قبل ما طبعا هادا عنده تي بي. هادا كانت مصيبة حتى لو ما عنده تي بي. التاور كان حيشيل للمينيون هادولة قبل ما المينيونويف الثانية تيجي. المينيونويف الجاية هتتقابل في النصف. مقارنة بلو انت ارسلت ويفين. المينيونويف حقته هتيجي. هتوقف تحت التاور ستضرب تضرب تضرب تضرب. والمينيونويف هتيجي بعدها هيوقفوا هنا بعدين هيدفوا. هتنزل وترجع. وما راح عليك الا منينين او ثلاثة بدل سبعة او ثمانية. بس انت هتشوفها worth it يعني انا اخذت اللين. هي worth it ما فيا كرام. بس again coin flip worth. وبعد ما نزلت يعني انت ايش سويت. يعني حتى نزلت هو سوى push. يعني هاتب عليك في اللي سويت اللي باعته. ايش سويت. رجعتها. ليه ما سويت recall ورجعت اللين ماشي. عشان هاد قدي بوش وكان معاي واروك. قلني انك فيه فرصة انو نقدر تقتله. حسنا. او قدي بوش. ايش. وشوف. حسنا. ممتاز. 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 هذا ليس الهيئة يعني بس ممتاز. سلطة. بس عدت. عمدلله. هنا 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 قتلت. سلطة. كويس. تتحيل هذا. خلاص. ريكل. لا تطول. ريكل حبيبي. ريكل. لا تطول. ريكل من بدري. خلاص. وقفت قتلته دفيته المينيوهف. المينيوهف تبعت تحت التور. أخذت لهذا. أرجع أشتري وأرجع. هل تأخذت ممتاز. أنا ما حاتكلم عن الائتميزيشن. في السلفر ما هاتكلم عن الائتميزيشن. بس أيضا. اللي بتسويه انت سيمي. حيث لا أتتقل. وتبغى. وتبغى. عشان عندك أربع كلا. المفروض ترفع القيم على رأسك. أخر. نفس الشي. كيف سويت في اللين هذا؟ وعندما ترجع اللين. دائما تسأل نفسك سؤال. هل تأخذ ممتازة أو تبغى؟ لماذا سأقوم بغى؟ ماذا سأقوم بغى؟ ما قلنا؟ في البغى؟ بغى روم. حسنا. قبل ما سأقوم بغى. مدام سألت نفسي بغى روم. معناها لازم أطالع. هل تأخذ ممتازة أو لا؟ تمام؟ أنا عندما قلت في البغى. كانوا دائما البط ببوش. ببوش. وعندي رومات بالهبل. صح؟ مم. حدف أم الويف. طبعا. ما يوقف لك إياها. والفريز كسرته. وما سويت ريسات للليل والويف هنا. وبعدين سويت روم على الطول. حيروح عليك بالقليل. ستة إلى تسعة منيان. سيكون ممتازة لك إياها. حسنا. 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 ممتازة عند السؤال. لا يوجد مشكلة. خلاص. بعد ما أخذت الكل هذي. عندك شي تسويه. أرجع للليل. راح عليك كم منيان؟ ستة. وحيروح عليك. أتليست دو مور. بتأخذ دريك. كين دول. رجعت الليل فوق. خايفين الجنغل تحت. ما احنا خايفين. هو ما عنده فلاش. انت عارف. انت عندك فلاش. هو نزل تحت دحين. مرة أزعل لما نشوف بلاي زي كده. انتو يوهاب فريورتي. وانت الليل حقك. وهو سوى روم قبلك. ممكن يسويه حاجة في الجيم. طبعا. الليل اندهم تنبو دائما. ما انت. ما انت. ما انت. ما انت. ما انت. رجع مرتان الليل. ممتاز. حلوين. نفس الشي. نكمل. نكمل نفس الشي. نكمل نفس الشي. هذا لذلك نريد أن نقتله على الأقل 1 أو 2 مرة قبل الوارد اللي عندك لا تستخدمها لماذا أنت لا تستخدم الوارد هنا صلا هنا شاهدنا الجنغل لكن الدريك لسه موجود شايفينهم نحتاج الوارد نحتاج الوارد عارفين الوارد موجود أقلها ما تجلس كده ايدل أي مرة تجلس فيها ايدل أبغى يدك تحكك أبغى روح سوي حاجة صاهم روح أغلط موت جرب لما تشوف نفسك مد أعرف أنه أنت سويض غلط أوكي حجرب حاجة ثانية لا تجلس تلفلف أوكي طيب نفس الشي يعني حرام أنا كيف أخذوا الدريك هما بعدما أنت رجعتوا ما أخذوا الدريك أعطتهم الدريك ببلايش وارويك وارويك أخذت لحق سنة ومات وقعد يفرر في الجنغل يعني أوكي هذا مدوح حقك المخروض مخروض مخروض الدو بس يعني لا تجلس تقول لها الحاجة يعني يعني لا تلعب لا تلعب مع دوية النت لا تلعب مع دوية ما فيها شيء اللي فيك كفيك انت دعنا بس ناخد بريك صغير معلش عشان بيؤدن ورايا وحلق نشوف ما استني وطولنا مرة كثير إن شاء الله لا تلعب مع دوية لا تلعب مع دوية مخروض مخروض يعني عشان ما نقول هذا غلط نقول مخروض مخروض شوية شوية إنه من يوم ما تتعلمها شوية شوية توصل بلاتين تجاهز ولا ما باقي تسويها دحين صح بس تفكر إنه في حاجة هنا لازم أسويها و ف ما تتضارب ما تستغل للشامبيون حقك زي الناس قالوا آدم ما أنت متعلم المايكرو ميكانيكس حقا للشامبيون حقك وما أنت مستفيد من الإمكانيات اللي موجودة فلاش إغنيت ثلست 14 دقيقة أنت ما استخدمت فلاش لا تاخد فلاش أخذ حاجة ثانية ماهمني فاهم فاهم أوكي الفلاش عشانه بلعب سيف بزيادة يس عشانه بلعب سيف بزيادة أنا أرط شو في عندك مهولة بلعبه بالطريقة هذه دايما ما عنده مانا دايما مستخدم كل مرة استخدم الابلتي أنت ما سويت له ولا شي يستخدم الابلتي يشيل مينيونز سوى الـ سوى الـ ما عنده شي إيش عنده عنده الكيج خش خليه سوى الكيج ضيعه نادي الجنق الحقق تعال المفروض دوه معاك قتلت اه ايجي الين هنا كل شوية ايجي الين هنا يشوت اي كيو يا أخي قلت لك أفجع أمه عدي له كيو فلاش أباك تروح تسوي كيو فلاش على دمي وتشوف كيف تشتغل يا ما تلطشت من ديانات أنا سواه في كده أجي يحسسني بالأمان وأجي أسوي أسوي أتاك ألاقي رزع أمي بسحبه عشان أليه عشان سوى الكمبو حقه صح يو كود هف نا الغرض من الفلاش إنه عشان أقرب منه الغرض من بعدين كيو وكيو بعدين فلاش أوكي لو سويت كيو وبعدين فلاش والكيو هي طائرة في الهو الفلاش هيجي بسرعة حيصلك animation cancel ففجأة أنت فوقه فأني آدمين في الإيلو هذا مستحيل يسوي تكيج حيسوي فلاش على طول ولو أنت صدته بالإي حقتك لو سوى فلاش قريب تحته يمين يساره وحيغلط أنا أؤكد لك أنت عندك هالي تجيبه مرة ثانية تسوي الت وتكتل وما يفرق في كيج ولا ما في كيج the idea is to surprise the enemy اللي قدامك أباك بس خش على training session practice tool وسوي Q flash E flash إيش دبري ما في وشوف الفرق بين هوا بين flash Q flash E E flash ما يحتاج E flash ما هي ضرورية على هذي صح هل هي هي اللي تودك عندهم صح ولا هي هي اللي تضرب E هي اللي تنوت لا ما يحتاج يعني E flash ما هتزبط Q flash جربها وجرب flash Q لو سويت Q flash إيش هيصير الQ طبعا باعتبار أنه Q هتسقع ها وباك تجرب إليه ما تتبكر منها Q جات عليه هذا معناه أنت سير تحته صح فلش U تلحق مظبوط هيكون عندك مظبوط there is no way in hell هو يفقع there is no way in hell هو يفقع طبعا في عندك برضو الشباب بيقولو في عندك R flash برضو طبعا ممكن تسوي R flash again فرق بين flash R R flash لاحظ ترتيب تدربهم في practice tool تلاقي فرق في السرعة اللي هتوصل فيها عنده مرة شاسعة لو سويت Q T يعني flash بعدين R هو أول ما سافق أنت سمع الفلاش وشاف الفلاش هو هيفلش بس لو سويت R أول ما توصل عنده R هتيجي فيه وهذا اللي دايما يسوي فيه ترى يسويلي فجأة ألاقيه في وسطي وسحبني فما ينفع أسوي flash طبعا أنا again أنا ما هتكلم في ديانة أنا أعرف الميكانيكس حقتها أحسن Q flash أنا متأكد منها R flash جربها E flash شوف إش أي micro meكانيكس التي تحتاج على حسن حسن موووين مووين أغاني ما أبغى أخلي السمين عندي موجودة من دون ما أستفيد منها شكرا جوكر حبيبي فور أبغى أستغل لها قد ما أقدر ما أعشي من هنا I don't care خلاص الليينيك فيز خلص يعني بعد ما أخذتوا هذه قتلتهم يوار فارهيد جاك الجنغل أخيراً فلايش وأخيراً إغنيت دقيقة خمستاشر في القيم هذه أم جاجيك ماليش أنا أعسف الريكول هذا مره بعيد نزل تحت وانت خير ما عندك ألتي ما عندك أي حاجة لو أعطيت كل هنا حزال منك دقيقة خيراً طيب إيش سويت في واردين أرجعت رحت مع العيال ساعدتهم دخلت عليهم سويت الإي مرة ثانية قتلتهم هل تسوي هنا؟ إيش بتسوي هنا؟ إيش بتسوي هنا؟ إيش لك صلاح قل لي لأنه أنا الصورة عندك أخر على إيش رحتك؟ إيش لحتك؟ طيب الميد جيم اه اوكي اي مرة خليها قاعدة اي مرة بتسوي شي وانت ما انت عارف ليش اسأل نفسك ليش وخلينا نفكر كيف نجاوب عليه اوكي طبعا دايما من بعد ما تخلص اي بلاي من بعد ما تسوي recall اول شي تسوي طالب الميني ماب في كاري تشامبيون تاني في نفس اللين هذا انا ما اروح اللين هذا واحد ما ابغى شاير اكس بي اثنين ما ابغى شاير قوت هلو؟ اوكي اثنين انا عشان نكاري تشامبيون ابغى قد ما اقدر جولد و اكس بي الحالي فاي محل في ناس زحمة بياخدوا ابغىك تبعد عنه الا دا كان في تيم فايت و ابجكتف مو تيم فايت ما له داعي كده الهبل حقكم في سيلفرو في هذا اللي روحوا بس كده تجمعوا ايراموا تضاربوا لا لا هذا ما يهمني ابغىك تنزل تحت تطني شوف في زي ما انت جيت هنا شوف جيت جاري على طول على هيرل تيم فايت ممتاز اوكي شفت ياسوى طالع فوق شفت الادسي نازل تحت روح بد شفت الادسي جاي مد انزل تحت شفت ياسوى رايح بد اطلع فوق ما نبغى اثنين طبعا هذا هاتي 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 فارم مدلين نشفت دقيقة سبعتاش عندك مئة فارم ناعدك سبتابل هذا صور دونينار جدا غير مقبول حتى بستة كيلات اللي عندك فيكر ينزل عشرة كيلات وفول فارم طبعا يعني فكر انا بغى توصل لفكر بس تفكر يعني بنفس الطريقة هاو كان اينات لوس فارم وائل رومينج باي عشان كده نتعلم انت ستت الوايف زي الناس الواديم راحة الوايف هاتي كلها عليك ببلاش واخد هالجنجل اللي هو المفروط الدو حقك ابغى يشوف الفيديو يشوف واني اقول دو واقوله يا انتر قلعب زي الناس اوكي ما ياخد جنجل منها بالزاد دو ما ياخد منك CS لو سمح هتلحق حيروح واحد ما هياخد الاستة الى خمسة عبرما توصل الى تورى راح واحد ونص راح اثنين تاخد الاربع البقية والكس بي حقها جاعا اقشعهم بتيامات ماشا الله عليه لهفهم ومشي وانت ولا كرم مين يا امي شوف الفرق بينك وين الناس اللي مقاربية CS أربعين خمسين انت عارف قديش كولد هادي كم خمسة كلات أربع كلات الخمسين الستين سي اس أربع كلات ومس حرام you just lost that gold for free كل 13 سي اس تقريبا بكل تقريبا من 13 ل 15 على حسب في كانون من ينوان ما في and you lost it all just because no idea شوفاني ليش أنا دين أمي يفسخ في stream من اللي شيت مني فارم لأنه فارم is all what matters فارم is not coin flip kills running where a kills is coin flip فارم أجيب في 20 دقيقة 190 فارم ولا 200 فار أنا أشتري item ونص item 2 سواء جبت كلات ولا ما جبت كلات جبت كلات خير وبركة ما جبت كلات بيلعبوا سيف تحت التور ما أنا قادر أسوي شي فارم زي الناس you spent 14 دقيقة في اللين قبل ما تسوي أول روم أو تاني روم 13 أنا ما نفاكر you missed ما لا يقل عن 50 million it's fine in silver نبغى نركز عليها in silver أبغى تركز على 70% فارم بس actually 65% 70% من كل 100 يب 70 أنا راضي دقيقة 20 140 يس لا أبغى تدقيقة 20 140 أنا ما زال أحسن مع الوقت أوكي فهذا اللي أول شيء فارم أول شيء مش أنا اليوم أديتك معلومات كثير ما أباكت لأخبط أوكي أباكت تشوف كل المعلومات هذه خدها على جنب خد أول شيء أسهل شيء البسيط اللي هو مرة مباشر اللي ما يبغى له تفكير وركز عليه وهذا اللي هايخلينا نطلع لللي بعده بعدما يطلع لجولد نركز شوية على more wave management وبتر سي اس بدر 70% نقول والله 75% 80% شوف في بلات أنا I ask people for 80% to 85% ماكسيما في دايموند أطلب منهم 90% هاي دايموند أطلب منهم 95% طبعا هذا مو مستحيل تجيبها كل مرة جايتكم تيم فايت يعني في البلد عندنا سار عندنا إيرام وجوه أربعة ودايما يكتلوني وجلسي تحت التور ما أقدر أجيبها بس أكبر عدد من الأجيام اللي أنا مسيبيني فيها بلاش المفروض أنه أكون consistent في الأرقام حقتي ماشي جميل ففارم CS وبعدين وارد وفين الجنغلر لأنه هذا هم من الباقي لأنه I am sure ألط عمر عمر في الحالة هذه نما خلاص أنا أخذنا التور حق المد صحيح أكون أوكي وفرنت ماشي هسوي سلو بوش ولا أبوش لين التور التاني ولا أبوش واروح لين تاني بسيط تمسك لين تفرم فيه في عندك حاجتين تسويها على حسب الستيت حق الماب الستيت حق الماب فيه تيم فايت حتصير شغل مني نويف وروح على التيم حق حتى نسوي تيم فايت يعني تيجي هنا طبعا هذه أنت سيبتها أنا ما يعرف ليش سيبتها نزل تحت وما عندك شي تسوي أقل شي كانت تسوي تدف المي نويف هذي لأنه إحنا ما عمرنا نبغى الويف واقفة في مكان عشان كده كده حيروحوا يكتروا بعض نبغى دايما ونوصل الويف حقتهم للتور دايما طبعا أنا ما بقول لك أمشي لين هنا تمشي لين هنا غلط أنا بقول لك أقلها شغل مني نويف قبل ما تمشي عشان تكون شاب هو هو إجباري إن حتى لو ما كان في اللين هنا حيضطر يجي اللين ويدفها فإنت ممكن تدفها هو يجي أنت تروح تسوي تينفايد فوق صح؟ أوكي ففي الحالات هذه أجن أنا I don't know why هو يهرير وأنت شايف البط حقك جي وهذا طبعا هو البط المفروض يروحوا مد للمعلومية بس ما يعرف الكلام هذا في الإيلو هذا فإنت يؤدابت مش هما يؤدابت جنج الفوق ليش تروح تشاوي تشاوي رفارمو وتلعبوا يا رام هنا كمل مد دف دف شايف اتنين فوق ما أنت خايف ما أنت شايف اتنين بط ما عندي مشكلة حدف إلين هنا بس اللي أنا شايفه لأنه ما عندي واردز هنا ولا عندي واردز هنا وأرجع شفت البط ما في اللي أنا وفيقر أجلس دف مد زيادة إلين ما تستنى تشانس بس ما تجلس من دو ما تفرم وما تجلس وإنت تلفل في محلك XP and gold is your priority أولا القيم لأنه أسوأ شي تسوي تتفيض يا زي كده في البداية وما تستفيد منها طبعا أحسن شي تسوي تروح سايد لين وتشيلوا لحالك يرسلوا لك اتنين تقتلهم يرسلوا لك واحد تقتلهم يوريليف بريشر فراميور تيم لما دايما أنا المد أنا بالذات لما يكون مد زيك مد زي ديانة وزيد وهدولة اللي بغا يروح سايد لين لما يكون مفيض ليه لأنه أقل شي أقل شي عشان يقتلوا لازم يرسلوا لاثنين واحد ما يقدر يوقفوا فحتى لو روح طبعا ما بك تروح تتضارب مع اثنين وتموت أوكي ولازم دايما تورد وانت ماشي وانت ما بتورد نهاييا ولازم تورد انت ماشي وتشوف لو اثنين جاي هناك تكرر تتعامل معهم خش عليهم وقتلهم التيم عندك حيتصرف في الجهة الثانية أو في الإيلو هذا إيش حيسا هو حيشوفهم ضاربة تحت كلهم حيجوك تحت جيبهم تحت ومشي أفقا بس لا تجلس من دون ما تسوي شي يعني مين أشر واحد بيسوي بينك انت ماشي هذول ماشيين حتى داي دين نتيب الرياكتن قومت بكوز داي ار دات ستوبيد ان دات إيلو إيش بتسوي تحت ما في ما في بريشر اهو إيش سوى ياسوى ياسوى اللي بيسوي الفكرة صح التطبيق مرة غلط أوكي ياسوى إز أحد عنده كلات عنده سيس عنده الليبل وفي ناس كثير أنا في سبيتبوشرز أنا حمشي لين أوصل في دماغهم ما عمر يحوقف أوكي لا تكون ذلك أوكي وأن يعني أن بي شوية أبجكتب حط الوارد شوف لو في أحد جايك أرجع أستنى إلي أن فصل جيك أستنى لين ما تشوفوا أستنى لين ما هما حسوا أنهم بأمان مشوا سيبوا لك الآدمي هذا حسبك سويت ريكول قدم أكفوشو ما أيضا بس لا تفعل هذا لا تفعل هذا لا تفعل هذا لا يمكن أن تفعله رائح رائح هذا هذا يجب أن تتعلم كيف تتعلم أجل مرة لا تشيل لا تفعله مرة غلط ما يفعله لا يوجد كلام غلط غلط إلا إذا كان يمكن قتلهم الاثنين وفعلا قتلهم الاثنين أو حي موت و لاتهم مرة 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 لا لا تفعله مرة إذا كانت أولا أو مرة أحد تتعلم أنه يستطيع أتعلم أو هو الشخص لا يزال مني لكن يجب أن يفكر بطريقة ثانية حسنًا لما الناس ترى أولا لما يأخذوا ترى أولا و ترى أولا و ترى أولا كنتم ترى أولا كنتم مستفيدين حاولي يسوي حاجة ثانية في الماق مفيدة عارفينه أن دريك جاي ليش يروح يطلع تب و يكتل نفسه و يديهم دريك ببلاش He just screwed the whole tempo حق الجيم عشان يدافع عن تور أسرى ما يقدر يدافع عنه ماشي فهذه التفكيرات ما هي مرة صعبة ولا هي مرة وسيطة بس هشوف يعني مش عندكم أخذتوا ميد مات جنجل ما هو فيه عندهم سمايت و حيجي يقدر يسرقوا منكم ولا ما هيسرقوا هيسرقوا أوه أحمر فهي تي بي هنا أوكي ما الفايت اللي أخذوا لأخذوا أخذنا دراغون و أخذنا دراغون و خسرنا توارين أو ثلاثة هذه مشكلة لي لهذا في الماكرو ما سنتكلم على ماكرو ماكرو هذا موش اللي همك اللي همك انت كيف ممكن تكرر الجيم انت المفروض تجلس في سايد لين أو في ميد لين و أني يجب بوشن و تخليهم يجو عليك وتكتر منهم قد ما تقدر وتكمل بوش ماذا؟ حسنا حسنا انت لو طالي عمر مثلا زد له جالي سولو 50-50 شوف هو عنده كم كل بيقر أقدر أقدره هو الوحيد اللي أقدر أقدره أمومه تانكي ممكن يا أقدره يا يهرب التوب ما أعتقد اني أقدر أقدره أو زي أمومه يعني تانكي ويقدر يهرب لا يمكنك يمكنك أن تفضل على كل شخص فقط زد حتى زد أنا عندك زونيا لا يمكنك مستحيل يفوز عليك مرة أخرى أجرب ما أنت خسرا شي أبقى تجرب ودأه عسنا فطول الوقت مع بعض طول الوقت مع بعض انت سيبهم انت شفت اثنين أمشي بس كمّل بوش يعني هذا الليين واصل هنا هذا الليين واصل هنا هذا الليين يس بوشن عليكم يعني شخص يس بوشن ياسو سوى بوشتاب انتو كنتوا بوت أبقى تكمل في واحد من اللينات انت ما بكت شاير XP مع أحد انت سولو لينر ليش تشاير XP مع البقية انت انت ما عندك كلات التيم كلها ليش تشاير XP مع البقية نبغى نجيب رسورس الزيادة ونبغى نفوز الزيادة بس في حالة هذه عمر يعني أنا شفت في نفس الجام قريت انه هم فراهد وحيبوش وحيخلصوا جام أنا لو رحت سولو لين يعني رحت فرمتي لين طوب ولا بوت ما عندي تي بي ما قدر رجعني بسرعة لازم ريكول وأرجع فأنا في كنتين لازم أكون متواجد معاهم لانه أنا الدمج جديدة نب لا لا سويها لما تكون جنغل ولما تكون ADC وسفورت بس أو لما يكون فيه تيمفايت انت تروح سايد لين انت ترجع بسرعة لما تشوف فيه حاجة لازم تستقرع الماء كمانا بيصير عليهم بوش أرجع بيصير عليهم بوش لو رجعت أقدر ألحق أتضارب معهم نفوز لا شيل تاور كمل ما في شيء وشي طبيعي هما لما حيشوفك بوشنج سايد لين هما حيجوك هيرسلو لك أحد لأنه في الإيلو هذا ما يعرفوا كيف تعاملوا مع سايد بوش حتى لو ما عندك تي بي إيش فيه أبجيكتيب في الجيم ده حين بارون هلعب أرون توب خلي ياسو ينزل بط ما يريد ينزل بط أجل اسمت أصلا البط حقك نازلين بط ما عندك مشكلة يو ديكتايت ديستيت ديستيت مو هي ديكتايت لما نتبشي مع الشباب أي أدفانتج عندك أنت يو ما فيها كلام فخليك أناني في الجيم هذا أبغاك تكون أناني أبغاك تجرب تكون أناني أبغاك تجرب تروح تلعب لحالك أبغاك تجرب تروح تلعب في السايد لين طبعاً أنت مو يا طخو يا أكسر مخو أوكي مو يا أكستريم يمين يا يلازم دايما معهم يا يلازم دايما لحالي لا أبغاك توصل في الدقيقة 20 في الجيم عندك 140 سياس عندك أدفانتج عندك أي أحد يقدر يجيك تقتلو إلا دا كان والله يا سيد لين أنت مهزوم ما عندك شي سبي طبعاً حتى لو مهزوم نتكلم على إذا كنت تتعلم من خلال من خلال ذلك أخرى بس ما تشاير اكس بي مع أحد ما تشاير اكس بي مع أحد لما تشاير اكس بي مع أحد تضر نفسك وتضر اللي تشاير اكس بي معه مين يأخذ من ينز أنت أم 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 ما رأيك لما انت تشاير نص هو نص يعني أنا أفضل أنا فاره اعطي لي سي أعطي لي سي أعطي لي سي وأنا أرح في سايد لين ثاني على كلامك بسط لانو لو أنت جلست معه أنت ستاخد 2-3 مين يوز هو 2-3 مين يوز والأكس بي مو مو مناصفة إنقسم على ثلاثة عشان في هذا والآدم اللي قدامك اللي اسمه فيغر بياخد أكس بي لحاله بياخد قولد لحاله هل فيغر فوق بفردة نعم نعم لو ما خلصتو الجيم بسرعة حيجيك بعدين يلتو شك كفين هو أربع لفلات ولا لفلين أعلى منك ويسوي عليك كومبو تموت وانت تقول أنا والله كنت فائز يبدأت الجيم كيف Do not let people get into trouble The only time you stay with together مع الشباب إذا انتو حتخلصوا الجيم بسرعة وهذه ما تعرف تسووها في اللويلو هذا فدايما ألعب لحالك إلي ما توصل دايما إلي ما توصل مد بلت هيبدأوا يسووا ماكرو شوية يتحركوا مع بعض وإن شاء الله تجي لا تشيلهم I'll explain يعني زي هذه هذه اللي صار هذه بدأت chain reaction من غلط وارويك وارويك مات فوق روحتوا دريك المفروض المفروض يسيبوا دريك مدام وارويك مات خليهم ياخدوا دريك إيش المشكلة لو أخذوا دريك التاني متوا انتهت الحياة إذا ما قررت أخذ دريك دوبكم اللي أخذتوها الدريك الوحيد اللي ممكن أقتل نفسي عشانه السول وحتى هذا عليه كلام لأنهم هم بايش سووا لو أنا محله فأنا أخذت دريك سويت عشان ديقة عشرين لسه دوبوا شاء الله دريك قتلوا اثنين منكم وإنت رجعت شاء الله تورين مت Was it worth it? Was Drake worth it? No Because of a series of mess plays رايحين على دريك قل لهم No 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 طلنش لا تروح معاهم لو أنت ما انت معاهم ما يكملوا فيه أصلا حسنا حسنا فأفعل شيئا أخرى هل لديكم جنغل؟ أصلا أصلا أبقى كده قاعدة لو في الجنغل لو الجنغل حقهم ما فيه الجنغل حقنا ما فيه الجنغل حقهم فيه وأنتو أربع هما واحد Do not go Wardrake or Baron هاي سوي فلاش سميت 200 أو 200 أنتهى القيم أكيد صح أنا برضو بلعب جنغل شوية وأعرف الجنغل كريت جنغلكم ميت و جنغلهم هنا أوكي تقربوا أوكي تحاولوا أوكي هذا فلاش من الألتي حقت مالفايت و زاو سوى سميت أخذ منكم دريك قتلوكم الشالو الميت It's not worth it دايما دريك objective برضو trap إيش يعني trap في اللو إيلو لا 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 trap يعني أنت عشانك لازم تركز على objective تشيرى دريك لاقي أي جنغلر في اللو إيلو دايما إيش ما يصير يروح يحاول يأخذه وهو is not like that ما يهم ما يهم إلا لما تحتاجه ما يهم إلا لما يكون فيه ماتشاب أو كومبوزيشن يحتاج الدريك الفلاني في دريكات نطالع فيها ما ينفاتيم أنا صوفوا سيبوا ولا يمني الجنغل في الجهة الثانية إيوه ياخد تاور ناخد دريك ناخد تاور خد تاور أرجع أم دريك بزيات إذا كان دريك ما يضيف أي value فالتفكير هذا حيجي بعدين أوكي بس أنا أعطيك الصورة العامة وبكتخصص جميل أمين؟ أوكي راح المت طبعا واحدة من المشاكل الكبيرة برضو في لويلو they overextend يعني بعد ما شالوا الثورة الأول والثورة الثاني بدل ما رجعوا إيش سووا؟ كملوا أنتو كلكم حيتوا هم هم ممكن تدخل عليهم تكتلوهم وموست بروبلي هذا اللي صار أو هذا اللي حيصير طبعا طبعا يجب أن تتعامل مع هذا المشاكل إذا ما يبيت حسن هذا مرم عن نت كل شيء يسوي يعني أتليست من هذا اللي حيصير إذا يندحين غلط ومو عيب يغلط عيب يستمر في الغلط بالطريقة هذه حسن حسن هو محيص لا تتعامل مع الانترس الانترس سيأخذك هم هو الوحيد هو الوحيد هو اللي يبدأ الفيح هو كده بيفكر أنا أعرف كيش صاحبي أنا أعرف كيش أنا أعرف كيش أنا أعرف كيش نطالع فيها هذا هنا هذا هنا واذا هل هل تتحدث عنه في حالة المساعدة يخش لحاله وفي وسطهم ليش لا يمكن هذا مستيك حقه أنه ما أستنى ليه ليه مو بس ما أستنى ومات وسوالت يعني شوف على التانك شاحة يعني كل الدسوجين ستاتوس حقه كان خطأ وهذا باين أنه مأنت زعلان أوكي وميكس لا يمكن هذا موجود هذا موجود هذا لا نحن نحن عنه على زد ونتهى القيام أنت الألتي حقتك ما في سكرة ونسي دي ما سويتا ما تخافوا هنا تلاتة شايفين هذا فوق وأربعة يجب أن تتعلم خلصوا العبليات حقتهم أو أربعة ما عندهم ألتي أكي فأقين نفس الشي لحين حيبدأ الإرام إنه يستطيع أنه يستطيع أنه يستطيع و أنت سولو لينر أوه ما فعل الجنغل معك مرة أخرى؟ لماذا يتشاركك اكس بي؟ لماذا يتشارككك؟ لماذا؟ لماذا يتشاركك اكس بي؟ لماذا يتشاركك المنينوين؟ هذا أنت لا تتعلم مع انتر إذا أردت أفضل إلا يمكنك تحكمه ويتعلم معك إذا يتعلم معك كان بها إذا يجلس أنت كده يروح القذبية أمه لماذا لا ألعب مع ناس كثير في الستريم؟ لأنه كده واحد يجيني يسوي الحركات هذه ما أحب أضيع وقتي أوكي؟ يا يعدل يا أطلع هذه التيمفايت حقتكم تيمفايتس لا أعلق عليها لأنه تيمفايتس دائما يكون فليب واحد سوى شي صح والثان سوى شي غلط واحد سوى هذا وزبطت بالبركة أو لا زبطت بالبركة طبعا دخلاتك أو خرجاتك يعني أنتوا كفشتوا واحد هنا سنة ضيع الألتي هذول دخلتوا سنة إنه جيد جدا لك أن تذهب إلى الألتي تضروا واحد أفضل أفضل حسنا أنت أفضل مالفايت؟ لا 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 لنسأل هذه الأسئلة ما هو السيسي الوحيد هو الألتي الله صدا إيش في عنده ثاني؟ عشان كده دائما لما يسألني أحد يقول لي ألعب مالفايت سبورت أقول له مالفايت مالفايت لماذا؟ لأنه ليس مالفايت ما عنده سيسي إلا الألتي أنتهت الألتي ما الفايت أطنشه أنا أزان أي دي سي لما يكون مالفايت قدامي طبعا ما يكون توب ومفيد وبيعاورني خلص الألتي أمشي جنبه خلي رزعني كفوف ألطش لا أفضل لا يوجد شيئ لك لا يوجد شيئ لك وأنك مالفايت حتى الفترة اللي لم يكن ممكن تموت فيها لو كان عنده الألتي طبعا إذا نطالع في الميكرو ميكانيكس حقا التيم فايت هذا أنت جلست بعيد صح بعد الألتي هذا سؤال مات صح؟ مين؟ أبو بس كولي اسمها عشان أعندسك ما اسمه؟ البيقر البيقر بيموت اه ايوه انت دخلت ليش؟ تبتكت البيقر ولا تبتكت الزت؟ تفكرني انت إيش كنت تفكر؟ اه بقت الزت أنا كنت وقته اوكي انت عارف ان عنده الألتي يمكن أن تغلق ألتي و أر لماذا ما استخدمتها؟ لما سوي عليك الألتي لماذا ما استخدمت زوني؟ انظر انت حالي اوكي 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 لما هادا زاك هيجي يسوي عليك ألتي ليه ما استخدمت زوني؟ مين قصدك الأقنار؟ اوكي 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 حمار ما يعرف يش يسوي ما يعرف يش يجي ملتبل مايكرو ميكانيكال يعني اشيوز انت طنشت يعني قررت انه ما تتعمل معها اول شي ابدخل على زد وزد عنده ألتي وهذا طلط يعني تستنى يفك الألتي بدن تخش عليه تخش عليه تضربه اول ما يخرج من الألتي تسوي الألتي حقتك ولا الإي وانت ما سويت الكرام هذا بعد كده عندك زونية ما فكتها الألتي حقته لانه على قولك ما سوى لك دامج انا ما انتبهت يعني انت في إنجيم لو ما جاب عليك الشركينزة الثلاثة لو جاب عليك الشركينزة الثلاثة لانه على قولك لا يمكنه هذا يعني انت منت معاود نفسك على انك تضغط البطن حق زونية ما هو قريب منك من تفاكره من تمنت ماذا ماذا لا بأس بأس عادي متوقع وعشاك كده بقولك بس كل اللي هو أقولك يا انه هلين من ال ايش سوى فلان واش سوى علان انا ايش سويت انا اصلح مشاكلي بعدين لما انا اصير سيمي بيرفكت ايش سوى علان سؤال التاني انت سويت له بنك وطاله تعال قبلها لا ما الفيت ما صد بنك لانك كل تركيز انه مجد مجد انها يريله حيطلب مساعدة حيقول له بنك 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 هو بيموت وانا بمشي من هنا بنك 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 انت ما سوى تلحي لا تتوقع الناس ان تفاكره الانكتماع تفاكره الانكتماع في تفاكره لا تتوقعها بالذات الايلو هذا بالذات انا لو انا محلو لا انا محلو خلصت لو جيت انا معاك ترى انا وانت الموت ما فيها كلام يعني لو واحد منهم برضو هيموت ما عندو شي حيسوي QE اندعي هي 50-50 ممكن هما لو ايشو ما في 50-50 محيروحوا علي انت التارجت انت المين انت الكيكة انت الحلاوة انت اللي ممكن تسوي دامج مين حيروح على فالفايت هو سبورت انت اللي ممكن بس الزد هذا انت اللي فاهم وشغال كويس وكلهم سيبوا مالفايت خلوهم ميشي من هنا مالفايت كان بيمشي من هنا لما جاك نار خلنا شو جاوك انت ليش؟ لانه انت اللي ممكن بسيطة انت اللي ممكن بسيطة انت اللي ممكن بسيطة وما فيها كلام كلنا حسيبهم فعلا فقط فاهم فاهم مالفايت اني لو تخرت احسن جيت بدري يعني لو تخرت جيت بدري جيت بدري أو حتى لو جيت في وقتك وقتك كويس بس دخلت بالA ضيعتها يعني أسوي عليك الت Z وبعد الت Z انت ما عندك شي تسوي you couldn't killهم صح؟ انت مشغلتك أساسين تكتل الباكلين حقهم you couldn't kill الباكلين حقهم لان فيقر ميت فيقر مات خلاص انت رحت عشان فيقر انا شفتك انت ما رحت عشان Z انت رحت انا جاي فيقر في كل هذا المنتالي حق ان انا واخد الكلات كلها سيبها خل التيم ياخد كلات let me wait for the opportunity ثلاثة حاجات انا خايف منها في التيمفايت right Z سوى الت ولا ما سوى الت ما نداري اسيوم انه عنده التيم إلا دا احد قادلك في التيم فيه CC لازم انتبه منه ولا ما فيه اما الفايت التيم اذا ما الفايت في التيم الثاني اقنار التي انا عارف انه موجود عنده اقنار التي عنده فلاش ولا ما عنده فلاش لو هو جاي شوف البار حقه شوف المعنوات هذي كلها جميعها في الثلاثة ثواني هذي صعبة بس this is where you have to get to eventually right so 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 what we want to do is just to focus on or يعني مشاكلنا احنا Z عنده التي انت تعرف تكتل Z يعني كميد لينر Z يجي كتير صح? مظبوط بزات في الليله هذا فانت عارف انه لو عنده الت ال الت تكنسل ال ال E الت حقاتك صح? اه ال E تكنسل ال الت انا عندما يجيني صور لينر فا استناء ليه ما سوى الت انا سوى الت مو مظبوط إلا اذا كنت قدت اخرج ثمات من الرئيس م Reach وبكذا خسرته لأنه لو قتلت Z ما يقتلكم الثاني هذا نعم نار ما يعني فمتنا بالأكسة اللي سواه هو صح مش غلط أبداً لأنه مستحيل يسوي حاجة معك ثاني والبوتل اللي سواه صح لأنه تيم فايت هذا منتهي هيكمل تكملته بغباؤه صح ما كان يقدر يلحكهم خلاص التيم فايت خلص أشيل حاجة بمقابل أي حاجة أحسن هنا طبعا ما يقدروا يأخذ بارنا لأن نصفهم ميتين في كل الحالات ايش سوي أنا بعدها؟ ايش سويت بعد ما خرجت من الليل؟ ايش قلنا؟ غسما بالله العظيم يا رب العرش العظيم لو يلعب في جيم معايا هذا لا ألطشنه ولا أكفي خنه الوروكيو راح شل لك المينين ويب مص المد المد مرة ثانية يعني يعني قسم بالله العظيم هذا ما يبغى نفوس وهذا معايا مد مرة ثانية يعني كم من ينبغي راح شعال مد يعني وحدة أول قلنا مؤنت جاي شعالة ثانية شعالة ثالثة شعالة الرابعة أنا جل خاف الله خاف الله أنت عارف كم قولد راح عليك راح عليك ألف قولد يا وات ها تعدم نفسك وتموت وبعد أن تجلس تأند ليفل 13 ليه؟ حين انت الجام 23 حين لفل 14 حقهم 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 حقك 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 حقين ليه؟ عشان جالس يسقعك منيون عشان جالس تمسك تمشي مع الناس وتاخد منيون عشان تشيير xp حسنا؟ حسنا كيف تتعلم تجريد كيف تقفل نفسك؟ تعدم نفسك ويلو تتعلم تجريد هذا يعمل في بعض الأيام عد من 1-5 عد من 1-5 وبعد الخمسة اخش اندسئلوا اول خمسة ثواني كلهم يفكوا كل شي كل شي حينفك الالتي تلمير لا لا انت قل لي المشكلة يا عمر انه انت انت شوف الاسكورات شوف ما حد يقدر يكتل زي يعني الدمج ما حد عنده دمج زي انا مني قادر يعني انا في الحالة دي ناتريلي اختلف معاك والله هذا مرم فلغم هذا اكتر واحد دامج فيكم مش انت اللي اسوه مو انت ابدا الياسوه عنده 100% كريت عنده 2110 CS لديه كل الاشتراك في المنزل البط لديه الاشتراك ونص بغض النظر هو كيف بلعب هو انكفش مات ما مات ما يهمنا بس بقولك انت بلاي يو رول وصيب البقية يغلطوا يعني هذا هذا الفرنت لاين حقكم وهذا السكندري فرنت لاين حقكم نشوف كيف لعبوها الادسي حقكم هنا هما خمسة وانتو أربعة ماذا فعلتوا انتو؟ فعلتوا تيم فايت خلينا بطيها شوف انا جربتين اخيش فرسينة ما اقدر اكتله اشوف اشوف الايتم حقتها من الانتينية واي واي ليش تدخل؟ هذا السؤال اللي لازم تسأل نفسك دائما واحدة من المواقف او مو واي واحدة من الهاجات اللي لازم نسجلها في اقيامنا بعد كل جيم لما نجا اشوف الجيم الاقي نفسي مت اول سؤال اسأله لانو يوجولي يوجولي من اي دايت معناها في مستيك دات اي هاف دن اوكي؟ فبكتة طالة فيها هنا انت هنا اطمعت مين شايف؟ واحد اتنين ثلاثة في اتنين ما احنا شايفينهم ما عندكم وردات قررت ادخل هذه سوت اوتو ممكن ادخل عليها بس ما انا شايف اي احد تاني هذا قريب والجنجل حقهم والمد حقهم شفنا زت خلاص سوت ال اي حقتها على هنا في بوتانشيل ادخل في بوتانشيل ادخل واي؟ وهدولا كلهم هنا هذا السؤال اللي تسأل نفسك ليش دخلت وكل السيسي لسه ما صار؟ هذا عندها التي هذا عندها التي هذا عندها التي هذا عندها التي عندها التي لما تلعب champion as an assassin الاساسن is the cleanup مش الانجاجر انت تلعب في انجاجر واحد انجاجر اثنين سيمي انجاجر ثلاثة بالكيو حقته الوروينت انت تلعب اول ومن الواقع وهذا الحال في طرف بعيد عن البقية كلهم جنبوا هذا التيم فتنتهي 100% بالتواجر طب عمر بس ممكن تقولي على الكونكر شوية بس كذا شي شاطح شوية ما هي مشكلة الكونكر متعتبر ديانة ووريور بي هي هو يعني سواء بتلعب بس في النهاية انت كاري انت كاري شامبين انت دامج ديلر من انت تنك صح ودوي تستاكل الكونكرر حقك انه والله يوان تدو بتضرب التسعة التمانية ولا العشرة ضربات عشان تستكها I understand أنا معك بس لازم 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 ننتبي للسيسيز اللي توقفني لانه اللي صار معك دخلت قلتي قلتي انت واقف محلك ايش يفريك كونكرر ولا حتى الكتروكيوت you are dead in both cases ما الحك ما حتلحك سوي شي وبغض النظر يعني بس اباك كنت تستنى دايما عشان كده خد نفس والله والله عد من واحد لخمسة وقوله عمر قال one two three four five بعدين ادخل حيفكوا كل حاجة اصلا شوف ايش سر الت كيو الت ما لأمهم صراح اوكي يعني حتى اظنوا راح على الناس سابق كلهم فكوا التس وهذا فك اي وهذا فكت الت في الايلو هذا كلهم ينفجعوا لترلي حتى ما كملنا ثانيتين فكوا كل شي انا كان اباك مستنى هنا مستنى بعيد مستنى هنا انت اساسن انت ديانا انت منت مالفايت استنى تشانس بس يدخلوا تيمفايت انت تعال من الباك لين ما نبغى نخوش على الباك لين انا جاي قدامكم شوفوني خدوني انا طالع معاكم رياك تومي ما نبغى نريد ان ننتظر على مالفايت لنأخذ واباك تغلط واباك تجرب واباك احيانا تدخل لو انت عارف انت قتلها قبل ما يجو وتموت وهم ما يموتوا اقتلها بس you are not there look at your items your items are not one shot items are the items one shot no طيب طيب if you're not one shot items what you want to do is you want to stack your conqueror you want to play slowly على الباك لين وتضارب بعيد عن سي سي where you have rain انت تضرب for the next 5 seconds ماشي فهذه ان شاء الله مع الوقت تعودة وهذه limit testing جرب بس this is completely on you this team fight the fact انت دخلت هذا لسه ما جاء والteam طبعا اظنهم they just reacted to your engage هذا غباء but they still did وكلهم انكفشوا بالدبل التي اصلا اصلا الكمبوزيشن حقكم جدا سيئ في team fights إلا لو هذا جاء والألتي والكمبوزيشن حقكم عشان يتلعب صح كان المفروض تلعب واحد ثلاثة واحد زيا سوى فوق ولا تحت عشان عنده تي بي انت فوق الثلاثة البقية مت وما تسووا team fights خمسة ضد خمسة ما تسووا لانه ما تفوزوا بس انتو ما تعرف الكلام هذا وموعب عشان كده قلتلك لما تلعب ديانا ديانا is all the solo laner solo laner clean up العب في side lane push 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 الديون اللي معاك قلوا ياو سمحت ما تسوي team fight إلا وانا فيه او لو سويتوا team fight وانا ماني ما فيه انا حكمل في ليني إلا اذا فيه والله objective انا جاي في الطريق احنا متفقين استنى وهكذا اوكي you don't win لما يكون عندك this much AOE damage or this much AOE stun يعني CC وتروح وتخشوا في وسطهم you don't win ما إلا لما يكون teamكم زيهم يعني اوكي ما الفايت عنده الانجاج حقته but they still out damage you and out CC you ويوجولي the highest CC طبعا عامة في اليلو هذا اللي فوز دائما اللي team fight حقه أحسن اوكي how do you counter this you go side lane you farm عشان حتى لو دخلت دخلة زي دي وعندك الايتم الثالثة حقتك والزونية كاملة you double lift يعني استنيت دخلت دخلة غلط كفشت سويت زونية لحقت هذا جاء قتل هادي يعني whatever عندك الايتم زي تحتاج عشان تكتول 125 CS 23 دقيقة بليبل بليبل أقل من الليبلات يعني السورو رينرز just says a lot about how you progress in the game وما فيها شي ما فيها شي فيها قيام ترى تصير خرى تبهدل بس انت سبعة اثنين يعني انت العادمي اللي قدام تفضل أسعد مثل ما تشابه عمر أخذ كونكر ولا أخذ بكل بساطة زي ما انت قلت عامة كونكرر أحسن لما يكون قدامك واحد that you are trading with a lot ملي تاني تتلطش ويمين يسار يمين يسار يمين يسار يمين يسار فيه مضاربة كثير كونكرر أحسن إذا انت الماتشاب زي هذا زي فيقر أفضل لك لأنه انت إيش هتسوي تدخل دخلة تسوي كومبو تمشي كيف هتستي كونكرر تقدر انت عارف عشان تعرف بس عمر تعرف من الواحد اللعب أنا كنت ألعب إيانا السيزون اللي فات والأجيام اللي فات قبل لكونكر الالكتريك الالكتريك أنا كنت كنت أسوي تريد أكثر من الكونكر هذا أكثر من القيام هذا ما كنت كان معا كونكر عشان أستيك الالكتريك فأنا من لعب شي جديد علي إليكتريك ما هي مشكلة تعدل إليكتريك تلعبها لما تريد تشنك بيرست دامج سموها بيرست أو بيرست سكريميش أو كونكرر لما في عندك إكستند تريد إكستند تريد طويلة تأخد وقت مرة طويل عشان الطريقة الوحيدة اللي تستيك بها كونكرر عشان الأكستر دامج اللي تسوي إنه لازم يستعق كونكرر إذا إذا إنت ما لمسته طول القيام من بداية القيام إلى دقيقة 15 إنت ما جب كونكرر مرة واحدة لأنه كل ما تدخل عليه و وتمشي لا ماتشاب زي هذا ماتشاب قدامك ميلي يضارب معاك تلطيش طور الوقت يا كونكرر إس فاين تتعيش في اللين وما تموت كثير يعني لأنه في النهاية إتس مور أباو سستين دان أباو الدامج أتليست في المتلين ميلي و تانك أخد كونكرر وال ماجز يعني أو سكوشي أخد إلكتري إحتمال أكبر أجن أنا لما أتكلم على كونكرر والإلكتريكيوت يس وتكلم على ديانة بدحداتها أنا ما أعرف إيش اللي موست إفكتف حاليا شوف الناس يعني شوف الهاي إيش بيسو بالضبط قدام كل بس عامة تلين بتكلم على إلكتريكيوت على جنب و فونكرر على جنب يس فونكرر ما تأخذها إلا لما يكون في إكستين دي بتضارب معملي يعني إذا هو ما أخذ كونكرر ويجي بتضارب معي طول الوقت إياس إذا بتضارب مع أكالي طول الوقت فيه دامج 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 إياس كونكرر إذا بتضارب مع تانك أكيد كونكرر ما في أكرم أنا شفت للسائل حق ديانة اللي أنت حللت فيه فاكر اليوم اللي أنت حللت فيه مع لول العرب عرب لول هذه البطولة كان قدامه شت كان قدامه إيش كان قدامه سيت لو أنت فاكر أعتقد أنت في إيه فاكر يوشي يقول ديانة مو بول وكده يعني بتسوي سميو بول يعني لشان تفوز الجيم مزود أنت شال ديانة دا كويس يعني أنا شفته ما عدري بس أحسيت أنه أستغل الأغلاط وخش ووحك أكبر مشكلة ما تشوفها إنت شفت كل الكلام اللي أنا شفته معاك اليوم هذا دا مو بول أو ديانة أو ديانة أو ديانة أو ديانة أو ديانة إنت لا تشوف ولا شيء من هذا اللي كان يصير كل الميكرو هذا سوى وقت رح تشوف فين ورد وقت شوف كيف تحرك وبا تشوف علي ويف سوى push وقت شوف كيف سوى rotation وكيف سوى trades ستلاقي الكثير التي لم تفكر في الوقت عندما تشاهد في الوقت الذي تفكر حسنا حسنا لماذا تغير رأيك ما فيا كلام ما فيا كلام ما فيا كلام طبعا أنا مانفاك رياضي سبورس ما كان فيه ديانة كان في المد كاسيوبيا لا أول حتى انت قلت الوينكرو ما كان فيه ديانة كان في المد كاسيوبيا لا أول ديانة حتى انت قلت الوينكرو حقهم يسوي سنوبول ديانة مانفاكر بس يوشي اسنون مانفاك 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 بالتفصيل بس اباك دحين بعد كل الكلام اللي قتلك اباك تروح تراجع تشوف انا اعظن كده بالنسبالي درست نفس الشي ما بتسوي بوش لسايد لسايد تروح تسوي تيم فايت من دون اي معنى يعني لك يمكن عشرة دقائق في القيم ما فرمت ما حاقول لك كل شي فارمك مية وخمسة وعشرين لين دحين تحاول تاخد بوشي بدل ما تنزل مد وتسوي بوش ما عندك اي شي تسوي جيت مع المد مع الشباب بوشي 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 لا البطلين ما هو عاجبك ما في احد ما في احد اه اه يا كبرو بوشي وبارون ما في اقلت لك الاي دي سي اللي سار ياخدها اه 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 طبعا في مشاكل اكتر بس بس ما حنتكلم عنهم دحين حل مشاكلك البسيطة هالي او الاساسية بعدش مو بسيطة اه وبعدين ان شاء الله ربي يفرجها لما توصل بلات ولا دايمند ووقفت مرة ثانية واظن يعني انا نعيدها مرة ثانية بس اه اذا تبقى تتحرك تقوم بسيطة خلاص سيب التيم ايش سووا سيبهم انساء انساء كل قيم بعد ما تلعبوا او بعد قيمين او بعد ثلاثة او باك تخش وتشوف ايش سويت وطالع بنفس العين لا تكون سيب شوف مالفات ايش سوها لا لا طالع فيك لماذا لم تبقى هذا الان لماذا لم تبقى هذا الان لماذا لم تبقى عندي مساحة جالي سجري ما اسوي شي ماذا لم تبقى لماذا لم تبقى صلوق الاخير بقى قليل كلها تيم فايتس لا لا هذه خلاص التيم فايتس لا اضيع وقت فيها لانه نفس الشيء انه نفس الشيء بنعاد فما في شيء يحتاج انقال مدام هو نفسه بنعاد صح؟ فون فارمول خمسة روم حقي عمر شفت في حاجة ماذا لم تبقى لا تبقى ماذا لم تبقى ماذا لم تبقى لا تبقى لانه لا تبقى لا اول روم كان في دقيقة 13 كان قبلها ممكن تروم اول ما تصل لفل ستة لفل ستة لفل ستة دقيقة تمانية ترى من لفل ستة الين لفل سبعة انت ما يعني رجعت وريكول ورجعت اللين وجلست وما رومت وعندك فلاش وعندك هذا كان عندك افراتونيتيز حق تروم اكتر انت ما استغليتها المفروض تبقى تروم من ابدر وزي ما قلتلك طبعا you're not pushing the wave زي الناس الادم عشان نروم وبعد ما تسوي روم لازم ترجع بسرعة يعني تحاول تاخد اكس بي اذا ما هترجع بسرعة حاول تاخد اكس بي شوية تحت عشان لما نروح عليك في المت ترجع تاخده فاهمني يعني مايروح عليك ستة سبعة ثمانية مئنين زول عشرة مئنز keep gsing all the time your troll as diana is clean up or pick pick pinup تجي من بعدهم تنتبي خفقوا السيسي تروح تنظفهم او لا واحد برة out of position تكفشوا وتكتلوا مزبوط okay your role as diana in team fights حتى عمر لو ما تشاف ثاني كنت مرة متفيض حتى على التيمين يعني أقصد انه يعني التيم الثاني ما عندو كلات وكذا يعني برضو أستنى مره واحدة لا لا روح انت you have to assess the situation yeah 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 ما عندهم سيسي ما عندهم احد تخش تكتل اربعة خمسة هذه have fun مره مقدم ما احد يقدر يكتل لك اكوذ يعني تشوف عندي عشرة كلات اخش في وسط ثلاثة انقوس في وسطهم اكيد انا بتكلم على الجنرال situation دائما القواعد لها شباط مزبوط side lane and split push tell your jungle not to take your firm هذا عشان صاحبك لو مو صاحبك انا اقول لك تنش دور على الانتان انا حاوليك حاوليك when you turn i turn you turn the itemization حقك يعني يصار انه اختلف معاك فيه لانه انت مرت في يد oh you put اتخشي اكل كوكي كوكي كاتر بلد ما اقول لك شي بس في كل الحالات it's fine uh انا قد تخييد اخذه itima的 damage yeah وكمل تفييت نعم نرى الباتس حقه الناس اللي فهمه أنا ما ألعب الشامبيون هذا أنا بتكلم بصف عامة طبعا وارد هذا يأكل مفروض قبلها وارد 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 في الموقع وارد من لمعنة يجب أن تفتح الناس في الجنجل الفيوني تأتي بتحت خطب في الجنجل الفيوني تأتي بتصفق على الناس مزبوط لا تفتح الناس الضوئ، واخذ اما كنت تفتح لا تفتح الناس من الضغرة أريد المعارد غير ماشي احاول البوش احاول البوش احاول 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 ثلاثاش احاول ان تنمي عن احاول سولو لينر ان داي الله أخليك تباكي الأشخاص لا تخاف موت تجري استسيب ويفرم بلا ما هي كده ماضي دو نات رن اراؤوند لا تفعل شيء حتى لو انك ترنى لين تدعم نفسك مثل المجنون سأفعل روم روح على البوش الى تحت روح على البوش الى فوق لكي يشعر بأنك تروم يفعل سمام على البوطلين يجب مد 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 فاهم يقوم يرجع على وراء استطاعت السرعة حبيب ممكن انا جانسة في حولك لا نعلم كيف حالك سيؤلاء احباء وفوه موضوع الموضوع لن أكتبها لا إنها كثيرا تستطيع أن أكتب كل الأشياء عمر عمر أنت أكتب كل الأشياء وبدأك سما خط أقول هذه أول وبدأ هذه الثانية لا لا أنت تختار الأشياء السهلة بالنسبة لك لأن السهل لي غير السهل لك وتركز عليها أنا لا أستطيع أن أرى هم سهل لي لا أنا قد رتبته هذا كله سهل هذا كله اللي أنت مفرض أن تتعلم وخلاص واحدة واحدة لكي أفهمها خلاص من رقم واحد أسهل لأصعب أكتب كل الأشياء مو شرط لا لا لن ترى الفيديوين فخلاص أنت تفعلها أكتب حسنا حسنا و... تستطيع أستطيع أن تتعلم حسنا لا تستطيع حسنا أظن كده ترى البث يقطع يقطع أين عندك وأنا لا يقطع لا لا وبكده أظن خلاص يعني الباقي ما أنا فاكري ما قلت في الستريم يعني بس أفرال في حاجات إذا في حاجات ثانية يمكن يكسترابولي حسنا حسنا قلتها في المقطع مرة كثيرة يعني فصلت في حاجات نعم سأرى المقطع وتأخذك حسنا حوالنا عليك حبيبي كده لا لا أنا كان أقدر أصرف أخذك لا لكن طول وانا كده يطول مرة تستفيد لو الأصعب من المث محباً 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 وفي حاجات ما غطيت له يا شباب لأنه ليس لهم لأنه طيب عمر المرة الجاية إن شاء الله ربنا طعنه يكون أحسن متى إن شاء الله إن شاء الله نهاية الـجولد بلات أنا بين فترة و فترة أحطيكم بجي جي جي لما توقف لما توقف لما تحسن نفسك على الوقت لا تعرف ما تفعل هذا هو عندما تأتي معي لأنه لأنه لكي تستطيع ستخلصه في يوم و ليلة ولو تحسن بأنه ستخلصه في يوم و ليلة محباً غلطان لا بسرعة فا من يوم ما تشوف نفسك على الوقت زي ما أنت ضحين كده اليوم جي جيت لقد قلت له لقد قلت له عمره و لم يقدر أتحرك لأنه كل قطة من هذا ستضحك يعني لحالة لحالة تسيب الباقي تسيب البلاد و الباقي تسيب البلاد وبعدين تبدأ تسعب زيادة فهذه خلص و حط في إعتبارك أنه تعلمت كل شيء و لا تقدر تقوم بزيادة تعلي نطالع في الحاجات التي ناكسها و نكملها نعم مزبوط طبعاً عندما تريد أن تأتي الله حقيقي لا أقول لك نقاطك في النهاية بس أنا أقول لك عشان تستفيد مني أكتر شيء نعم عشان تزيد فائدتك ركز على الأشياء هذه واحدة واحدة وتعلمها و ضبطها وبعد ما تضبطها يعني يمكن واحدة منهم تلاقي من يقدر أفرّم خلاص في الأرلي جيم فرمت في الميد جيم ما هم ما يقدر أفرم إيش أسوي؟ أستطيع أن أساعدك لن أفعل ذلك أستطيع أن أغير لن يعني لن أعب العب بوت لكي أجن تقيني ألعب قيم ديانة قيم جين أو قيمين ديانة على حسب إذا فست بديانة أنا هذي تشوفه طريقة محف? لا لا أستطيع لأنه واحدة من المشاكل التي ستواجهها في الحالة هذه أول شيء ستتغير طريقة اللعب ستتغير فالميندسيت يجب أن يصل له ريسيت لما تلعب لن ثاني بالزت بالزت لما يكون لن ثاني مرة مختلف لو لعب توب أقول لك ها أسهل سولو لين أختار من أجل لين أجل كيف تتغير تجمع المشاكل الطريقة المختلفة وطريقة أختار من أجل طبعاً ما تفعله في المد لين تفعله في البوت أنت ستجنقل تفعله ستتغير 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 لا تطالع جين عنده أدفانتيج ما فيها أنا دائما أنصح نفس النصيحة علعب مالا يزيد عن 2-3 champions في لين مين أساسي و 1-2 champions في لين ثاني عاز أباك أب مش أنا طفشانة بغلعب باك أب جاني أوتفل ما قدرت ألعب الرول حقي مو عشين شي لأنه إذا تبقى تسعد هذا ما يجب أن تفعل إلي ما تفهم كل الأساسيات وتصبح زي فكر إن شاء الله ومو فكر تلعب في أي رول تلعب في أي لين تلعب في أي وقت وهذا ما يفعلون الناس عندما يصل الـ Diamond 4 Diamond 4 لعب تشامبيون واحد ووصل الـ Diamond 4 لعب تشامبيون ثاني هو سلفر لا يستهك تعمل وقتها تجرب تجرب وتتوسع تتبحر هوريزنتلي بدل ما تتتبحر فاهم تلعب في نفسك عندما تتحرك و تتحرك و تتحرك و تتحرك لأنه إذا أنت في الـ Diamond أداءك 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 برونس لأنه لسا ما أنت عايد فلوكيس وحتى الـ Diamond 4 أنا أتحدث لك الميكرو ميكانيكس فيها ناقصة كثير الفلاش الانميشن الانميشن كانسل العادية ما بتسويها مو بس الـ Flash في أن عرض 것 ما بتسويها ما تفكر فيها فلو تسوي كيو من بعيد له وبعدين توسوي بوسط تمكن منه و أكثر رجح في التعلام إنه أحس بنفسي تعلمت لأنه أنا بأخذ الباسف ليرنينج يعني أبروش بدل الأكتف ليرنينج أبروش أكتف ليرنينج أبروش أبغى أفهم كل شي تسوي وبعدين أنا أطبك أنا ليش كل يوم كل يوم أدخل ألعب بكيت أعيد نفس الهذا عشان أذكر نفسي عشان يدي تعود عشان خشمي يتعود عشان آآ آآ ماي ماوس هاند وماي لفت هاند تتعود إنه تسوي كل شي صح لأنه أنا في الفايت في المضاربة إذا أنا حسي بإني أسوي كل شي صح أرجع عيدها اي بروميسيو you are not doing shit عشان to effectively maximize الدامج أوتبوتك حق ديانا مو لازم سوي أوتاكس بين الابيلتيز؟ أنت هم إيوة ولا ما أدري؟ لا هو الأفضل إنه ability auto مزبوط أرى حسين أنك تتعود إلى هذا الآن؟ لا لا أعرف اذهب ورؤيتها اذهب ورؤيتها فهذه الميكرو ميكانيكس حقك التحكم بالشامبيون حقك انت بتقول لي في الشامبيون المفروض متمكن منه يجب ان تستطيع التحكم بالشامبيون عشان تكون متمكن منه وبعدين يجب ان تكون متمكن منه فتخيل انت بديانه مرة ممتاز واحد قدامك يلعب اوتي بي شامبيون حلو انت غيرت من ديانه لشامبيون ثاني وهذا نفسه الادم الوتي بي اللي يعرف اللعب لشامبيون حقه من هيفوز؟ طيب فليش اغيرت شامبيون حقي وبعدين اقول ليش ما اطلع فانت لوجيكلي انت 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 يلعب لوجيكلي انا المفروض ما العب شامبيون إلا انا متمكن منه لانه ثلاثة اربعة الوقت طبعا فيه ترولرز الادم اللي قدامي يعني بيلعب الشامبيون هذا الف جيم زي ويعرف كل حاجة فيه ويعرف الماتش ابس ويعرف اتعامل مع الماتش ابس ويعرف الكاونترز ويعرف اتعامل مع الكاونترز حقينه لانه دائما يلعب الشامبيون هذا هاي؟ فاوردي حيكون صعب فلما نلعب الشامبيون انا ماني متبكّل منه وقدام واحد فاهم كل حاجة فليش احب نفسي في الموقف هذا وانا اي وانتو جين البي عشان كده انا اقول لكم يا شباب حانا تهدي احب تتعامل مع المتابع وعرف تتعامل عمال وعرف تعليم وعرف كيف يمكنني تصدرع أشياء انهيراً المتابع بيني وحتى تفاجع فوزت ولا ما فوزت يا أخي كل يوم ألعقوا قدامكم أفوز ولا هزم I don't give a damn I give a damn أحيانا بس الفوكس ما فيه أشيء ما فيه أشيء صار ما فيه فن زي زمان لأنه بسبب أنه الفكات اللي ترقل نعم I disagree completely it's the same it has been the same for the last 10 years اللي بيصير اللي بيصير دحين اللي صار في وقت الكورونا صار في الصيف كل صيف كل سنة لو أنت ما تسافر تلعب ليك هذا يصير عشان الناس راحت كلها في بيوتها أوكي وجالسين من بدري المبزرة كلهم دخلوا فاللي بيصير كل سنة في الصيف صار دحين بدري في مارش بس فهذا متعودين عليه فDon't tell me lucky Don't tell me shit I beg you I beg you أباك تروح لا لا أنا اللي بيتكلم معاي في الستريم أباك تروح تشوف أي أحد أنا يعني أنا أتكلم عن نفسي وأنا من ADC وأنا دايما أقول لكم وأحاول أتألم أنا أفكر لكم 3-4 ADC streams Challenger يروح يسوي أكاون جديد Unranked يلبله وصله 30 يحطوه في Silver 2 طلع Challenger طلع Master In 4 Days 4 Days Do not tell me There is luck in that فاز 105 قيام وانهزم 16 قيم ليش التيب حقه في Silver يا عيال طبعا اتفرج على السيريز كله معا تبكي شوفوا الناس ايش بيسووا وشوفوا ايش بيسوي لا تقول لي والله الناس الترولرز الترولرز يعني يعني if you are very unlucky in every game 3 in every 10 games 3 AFK لا باتقول لي 10 من 10 AFK ياخي احنا مشكلتنا دايما نركز يعني البني آدم دايما يركز على 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 المشاكل ياس ما يركز على الحاجات الحلوة طب شوف كم قيم كويس وكم قيم بطال واللي فيها ترولز اخرجوا جراسك اسمه جراسك هذا هذا this guy i watched him he's an ex pro player ADC خلص literally راح LAN server طلع challenger in 4 days وراح يعني هو كل شوية يروح server جديد او بوصل master وخرج قال او ديمان master وخرج جراسك انا متعبع عندي هنا اصلا هو المفروض دحين شغال وانلاين لا مو هذا فمعليش قطعت كلامك اواك انت هات ايش عندك كلي انا اركز على حاجاتها وخلينا يعني نكتفي بهذا القدر من المعلومات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة